السلام عليكم مرحباكم في الورشد تامنا في برنامج لينك اللي هو البرنامج بتاع التهيئة والتطوير الوظيفي لخريجين الاقتصاد وإدارة الأعمال لتهيئتهم لسوق العمل معانا ليلة ورشد إدارة المشاريع بطريقة الأجايل أجايل project management أو الأجايل agility management معانا الأستاذة ميصفوت اللي هي متخصصة في مجال الbusiness agility strategist عندها خبرة أكثر من 18 عام في الbusiness consulting وهي leader في سودان next gen قائدة ببرنامج الأجايل في السودان مرحبا بك يا أستاذ ميصفوتين جدا جدا أنك كنت تكون معانا وسعيدين أنه إحنا نقدم الapproach بتاع الأجيئة للشباب شكرا لك فاطمة شكرا لكم كلكم على جايتكم أنا عارفة دينهاية اليوم والناس بتكون تعبانا فاكونكم بتجو للبروغرام داية أريدي بديني فكرة أنه أنتوا ناس متحمسين أنتوا ناس عايزين يعني تشوفوا الحاجات الجديدة للتطوير وكده وإنكم تحسنوا من نفسكم زي ما كلنا نحنا يعني بنستمر في تحسين نفسنا مهما كان خبرتنا دايما في جديد ودايما نحنا بنفكر وين ممكن نتطور وين ممكن نتحسن أنا ميصفوت فاطمة طبعا قدمتني شكرا يا فاطمة متخرجة من جامعة الخرطوم كلية الهندسة لكن رغبتي كانت أكتر أنه أشتغل مع الناس فركزت على أنه أشتغل في مجال الـ Software Packages كيف أستعمل التكنولوجي عشان تساعد الناس في أعمالهم ومن هناك مشاهد بقى لأوراكل وبروغرامات كده بتساعد يعني مثلا بساعد ناس الـ HR بتساعد ناس الـ Payroll في الشركات وكده وبعدين دخلت يعني اشتغلت مشاريع كثيرة بطريقة الـ Traditional Project Management القديم اللي هو بيسموه Waterfall الطريقة التقليدية جدا اللي هي منحدد المشروع وبعدين ناخد فترة طويلة أنه نعمل الـ Requirements وتاني نقعد نبني 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 وفي آخر المشروع بعد سنة نقوم نوري للعميل الحاجة فلما اشتغلت كثير في الحاجات دي وبعدين تعرفت على طريقة العجال اكتشفت أنه إحنا ممكن نعمل الطريقة الشغل بطريقة أحسن كثير ممكن يكون عندنا يعني ثقة أكتر مع العميل أو الزول اللي بنقدم له المشروع دي ونقدر يعني نكون متواصلين معه أكتر ونحسن في المشروع طول ما إحنا شغالين بدل ما إحنا شغالين برانة كده يعني زي ما بقوله في Black Box في الآخر نقدم شغلنا فالفكرة العامة اللي نحن قاعدين نتعلمها الليلة إنه كيف أنتو لما تكونوا شغالين في مشاريع أو حتى لو يعني إن كانت أعمال خاصة أو شغالين في شركة كيف ممكن تحسنوا من طريقة الشغل كيف تمانج البروجيكس بطريقة Modern الحاجة الجديدة الموجودة في العالم حسن وكل الشركات كبيرة أو صغيرة بتعملها حنتعلم الطريقة دي وحنتعلم كيف الفريق بيشتغل مع بعض لأنه كونك تعرف طريقة حاجة وكونك أنت يعني طريقة التعامل تعال فريق مع بعض لما يطبقوا الطريقة دي ولما يتعاملوا مع بعض دي حاجة تانية خالص يعني ممكن الفريق كل يكون فهم الطريقة لكن تعاونوا مع بعض ما كويس التفاعل ما زريف مع بعض الـ environment أو الجو العام ما مناسب أو الناس ما بتلتزم فكل الحاجات دي حنتعلمها مع بعض لأنه كلها يعني هي زي ما يقولوا mindset طريقة تفكير زائد طريقة framework اللي هي طريقة تنظيم الأعمال أوكي فقبل ما أبدأ ديت مقدمة طويلة شديد لكن قبل ما أبدأ ما عايزة أنسى أشكر مجموعة الباحثين السودانيين مجموعة ما شاء الله يعني فاعلة جدا في الفيسبوك في السوشال ميديا وفي كل حتة وعندهم برامج كويس الشديد وأنا يعني سعيدة إنه تاني أرجع أتعاون معكم تاني شكرا لكم طيب زي ما قالت أستاذة فاطمة أنا برضو شغالة مع سودان نيكس جن ونحن برضو منظمة غير ربحية يعني قمنا أيام الثورة وهدفنا إنه بس نحسن نساعد الناس إنه يحسنوا من طريقة شغلهم من طريقة حياتهم في السودان ونساعد السودان ينهض يعني simple هداف كبيرة لكن بننفذها بحاجات صغيرة زي دية إنه هو التدريبات دية البودكامس للخريجين بنعمل مشاريع تانية خيرية حاجات زي دية طيب خليني تشير ماي سكريم الأول عشان إحنا نعرف الغرض من تبني الدورة دية أوكي الغرض الليلة إنه حنتعلم نتبنى المهارات الحديثة التي تتبع في إدارة المشاريع وتنظيم العمل الجماعي والفرق ذاته نمكن إنه يكون فرق عالية الأداء فرق مرنا يعني ما بيقدروا يتغيروا حسب الوضع في السوق وكده أو حسب وضع المشروع ويكونوا عاليين الأداء يعني التعاون بيناتهم منظمين كل الحاجات دية فدي الفكرة العامة من المشروع قبل ما أبدأ أنا عايزة بس أسمع منكم السريع أكتبوا لي في التشات إنتوا طبعا حسب ما أنا عارفة إنه كلكم خريجين من بيزنس أو من إيكوناميكس فعايزة أعرف أنتوا تطلعاتكم شنو يعني بالنحية الميالكم يعني الكارير بتاعكم هل أنتوا ناس بتفكر تكون يعني أعمال حرة أو فيكم ناس بيفكروا في التوظيف أكتبوا لي بس يعني أعمال حرة أو توظيف أنتوا بتفكروا تعملوا شنو عشان أكون عارفة أنتوا أفكاركم كيف وأقدر في المحاضرة أديكم ideas أنتوا ممكن تتبعوا أنا لي ما شايف الناس في الفيديو let me move my video here رائد أعمال وأخصائي نموت توظيف أعمال حرة توظيف تواصل اجتماعي فلما أنتوا تقولوا كده يعني أغلب الناس اللي بتتخرج يهو يهم عايزة تتوظف يهم عايزة تعمل أعمال حرة وفي ناس برضو بكون عندهم بالمناسبة في مشاريع مجتمعية يعني غير الشغلهم بيكونوا بحبوا يعملوا مشاريع مجتمعية يعني حاجات في المدينة اللي هما ساكنين فيها حاجات تساعد الشباب في المجتمع كده يعني كل الحاجات دي بتحتاج شنو يا جماعة بتحتاج لتنظيم نوع من التنظيم نوع منه إحنا كيف ننظم نفسنا عشان نقدر ننفذ الحاجة اللي إحنا اجتمعنا عليها اليوم حنتعلم الأجعل هو شنو وكيف هو مفيد هنتكلم عن الأتيان والأتيان بتشتغل كيف لما يكونوا مع بعض تيمز بيشتغلوا كيف هنتكلم على إنه الناس لما يبتدوا شغل لازم يكون عندهم رؤية يعني عايزين نسألوا شنو قبل ما نبدأ مشروع ويلا يا جماعة نعمل ونعمل ونعمل الحدف شنو من المشروع بتاعنا عايزين نسأل شنو في النهاية عشان نقدر نجيس كل ما إحنا شغالين نجيس إن إحنا ماشين كويس ولا لا في حاجة مفروض نحسن فيها ولا لا وحنتكلم على استعمال البروجيكت اللي هي الطريقة استعمال طريقة الأجايل عشان ننظم مشاريعنا وفي الأجايل في يعني طرق مختلفة لتطبيق أفكار الأجايل حنتعلم عن طريقة اسمها السكرام اللي هي دي أكتر طريقة يعني بوبيلر في العالم أكتر طريقة أكتر من ممكن نقول 55% أو أكتر من الشركات التي تستعمل السكرام السكرام في طرق تانية مثلا في مثلا 10% بيستعملوا طريقة تانية 5% 1% كده لكن سكرام مستحوز على النسبة الأكبر فنحنا هنتعلم اللي لنا وحنتعلم كيف نكون الفريق لما نجي نشتغل لو أنت في شركة شغال موظف في شركة الفريق اللي أنت بتشتغل فيه عشان تنفزه حاجة بيكون فيه منه من الناس المفروض يكونوا في الفريق الأدوار داخل الفريق ولما تكون أنت عندك أعمال حرة برضو عايز تنتج عندك فكرة عايز تقدمها فكرة بتاعت خدمة أو منتج بتبنيه الفريق اللي حينفز الحاجة دي برضو الناس فيه منه وتكسيم الفريق بيكون كيف والأدوار بتاعت الفريق شنو حنتكلم كيف لما إحنا خلاص حددنا الرؤية بتاعتنا ويبنا الفريق بتاعنا وحضرنا الفريق وكده وعايزين نبدأ نشتغل كيف الرؤية دي نجسمها لحاجات صغيرة أعمال صغيرة فصيرة المدى إحنا ممكن ننجزها وكل أسبوعين نشوف أنجزنا شنو ونستمر نبني على الحاجة اللي أنجزنا فما بطريقة الطريقة الجديمة إنه نقعد نبني كل حاجة وبعدين نبتدي ناو نوري العميل أو نسوق نعمل تاستين وبعدين نشوف أوكي نجحت ولا لا لا إحنا هنتعلم كيف نجسم الشغل عشان نقدر ننتج حاجات صغيرة سريعة كل أسبوعين نشوف عندنا حاجة ونحسن كل أسبوعين في الشغل اللي بنعمل وفي النهاية طبعا حيكون عندنا مجال للأسئلة ومجال اللي يعني برضو أنه أنتو برضو تكلمونا إستفدتو شنو أو الحاجات اللي أنتو بتفكروا ممكن تستعملوا الآجال في مجالكم كيف أو لو في أي أسئلة في النص وأنا يعني بقدم أكتبوها في الشات معنا أستاذة نعمة أعتقد يكونوا بيرقوا في الشات فبعد المرات الأسئلة طوالة ممكن حنقيف ونجاوب وبعد المرات حنقول نخلي السؤال لنهاية المحاضرة فخليكم معنا وحنحاول حن نجاوب على كل الأسئلة الحاجة اللي عايزة أقولها قبال ما نبدأ إنه مجال الأجائل ده أي وحد فيكم يفكر أنا ما ليه مال الأجائل أنا جول بتاع بزنس وأنا جول بتاع ايكوناميكس والأجائل ده شنو بالكلام ده كله أجان حرجع أقول لكم أنتو لما تطلعوا في الشغل ممكن واحد فيكم يتحول يبقى زول يعني مرات بيكون في زول مدر مشروع مثلا بالنسبة للأجائل بيكون اسمه سكرام ماستر ده الزول اللي بيكون هو الرابط الفريق مع بعض يتأكد إنه الفريق بينجيس شغله on time يتأكد لو في معوقات للفريق بيحلة كده فممكن يكون عندك أنت دور داخل الفريق ممكن برضو تكون أنت زول اسمه product owner ده الزول اللي بيجيبها الرؤية من أصحاب المصلحة يجيبها للفريق ويقول لهم ده الشغل اللي عايزين نعمله ده priority الأولويات وبيجاوب للفريق العامل عايز شنو الناس اللي عايزة تعمل أعمال حرة هو الناس المتوزفة في الشركات الدور ده مهم شديد لأنه دايما الفرق بتشتغل بس ماشا شغالة وممت عارفة بجد العامل عايز شنو بجد هلا نحن عاملينه ده مناسب ولا ما مناسب فده ممكن دور تاني ولو انتو ما حتشتغلوا كزول يعني product owner ولا scrum master في الفريق انت كأي زول في أي مجال انت شغال فيه انت ممكن تكون عضو من فريق ممكن تكون انت في فريق بتبنوا لكم في منتج او اوكي ممكن تكون موظف في شركة والشركة عندها خدمات بتقدم انت برضو هتشتغل بطريقة الاجعل لأنه دي الطريقة اللي بتسرع طريقة الشغل وكمان بتضمن شفافية للناس أي مشروع عايز تقدمه ممكن انت بدل ما تستعمل الطريقة القديمة تستعمل طريقة الاجعل فبالنسبة لنا الاجعل ده يعني applies في كل حتة من ناحية انك تشتغل كموظف في دور من ادوار الاجعل كسكرام ماستر او product owner زي ما قلنا وحنا نتكلم عن الادوار ده بالتفصيل اللي قدام او كونك انك تستعمل الاجعل في مجال شغلك وده بيديك اج على الناس التانين بيديك يعني بيسموشنه advantage يعني بتكون متطور متقدم اكتر منهم اعمالك بتخلص اسرع بتكون شغلك منظم اكتر فدي فايدة الاجعل بالنسبة لكم انتو كذول المقبلين على مشاريع على توظيف على اي حاجة الشركات اللي بتلاقيكم انتو بتعملوا طريقة الاجعل بتكونوا انتو مرغوبين اكتر فيها طبعا في السودان يعني نحن شغالين لنا كم سنة بنحاول انه ندخل الطريقة دي والناس تبتدي فعلا تتعلم فيها وكده وفعلا نشتغلنا فيها مع بعض الحتات وحسا يا دوب خلصنا لنا بودكامب كبير مع افريكا جبنا بنات من افريقيا ومن السودان ودربناهم على حاجات زي دي فالموضوع بعد يعني انتشر في السودان لو انت بتعمل ستارتاب مثلا مع 249 مثلا الشركات دي بتساعد الستارتاب دي اللي بيكونوا مبسوطين انه انت بتستعمل طريقة الاجعل لانه بيعرفوا انك انت يعني طريقة الاجعل بتركز على العميل وبتقدر بسرعة تعرف لو في مشكلة وتحلها طوالي ما زي الحاجة عندك فكرة وما معروف تنجح ولا لا بعدين بعد ما الناس تصروف فلوس وتلاقي انه الموضوع ما نجح في اي اسئلة قبل ما نخش بقى في التقيل اي اسئلة بليز خدوها في التشات طيب اليوم وقتنا مع بعض يكون حوالي ساعتين ونص احتمال ناخد ساعة 10 منت بريك في النص لو حسيتوا انه يعني محتاجين بريك بس اكتبوا لنا في التشات يوزولي كساعتين ونص ما بنعمل بريك بنستمر طوالي لكن لو محتاجين اكتبوا نشوف لو اغلبية كبيرة طلبات اوكي الحاجة اللي حطلبها منكم اليوم تجوا وعندكم open mind يعني قابلية انكم تشوفوا حاجة جديدة تتعلموا طريقة جديدة للشغل وتكونوا مجاوبين معنا يعني اي عايزين تتعبروا عايزين تقولوا حاجة عايزين تعلقوا اكتبوا في التشات نحب نشوف في التشات الحاجات اللي انتو بتكتبوها ونتفاعل مع بعض وحنتكلم هيكون عندنا examples كتيرة اننا نعملها وفي activities يعني هطلب منكم حاجات اطلب منكم تكتبوا لي في التشات يعني فكونوا متفعلين عشان السيشة نستفيد كلنا واسألوا اي كل الاسئلة اللي بتختر ليكم حتى لو ما كلها جاوبتها الليلة برجع اجاوب لكم فيها برضو وادونا feedback في النهاية عشان نشوف هل الحكاية دي كانت مفيدة ليكم ولا لا تمام اوكي هنسأل ايه هو الاجعل اكي كلمنا بنقول الاجعل في الشغل وكل الحاجة ايه وهو يشنو بالزبط يعني هي عبارة عن طريقة تفكير اول حاجة فلسفة في التفكير يعني انت لما ايه عندك شغلانة كبيرة عايز تعملها اول حاجة انا كيف اعمل approach للحاجة دي كيف انا يعني ابدأ اشتغل في الحاجة دي هل امسك الشغلانة الكبيرة وعايز اعملها كلها يعني زي الطريقة القديمة بتاعت البروجيكت ابدأ البروجيكت الكبير عايز كلها اخلصه ولا اقسمه لحاجات صغيرة واقدر حاجات صغيرة انا بقدر انجيزها يعني طوالي في كده كل مرة ابني ابني الحديد ما اخلص المشروع بتاعي السورتين دي بيختصروا ليكم الفكرة بتاعت الاجايل وفيه طبعا حاجات كتيرة لا علاقة بالاجايل لكن عامة في تكسيم الشغل دي هي الفكرة فنحنا عايزين نحسن طريقة ادارة المشاريع وطريقة العمل الجماعي ممكن ما يكون مشروع ممكن يكون بس عمل جماعي فكيف طريقة الاجايل هتساعدنا بنقسم الشغل وبنحاول ننجيز شغل كل اسبوعين نقدم حاجة وناخد فيدباك يعني ناخد رأي العمل فيها شنو الحاجة اللي قدمنا وباست دون الفيدباك ده بنحسن في المرة الجاية كل مرة نقدم كل اسبوعين نقدم حاجة ونشوف العمل مناسب تمام جدا يلا نواصل تمام نواصل لا ما تمام الحتة دي اوكي هنغير الحتة دي ونستمت ما بنكون ضيعنا وقت كتير لانه الحاجة هنقدمه شغل بتاع اسبوعين بس لو ما طلع مناسب للعمل ما ضيعنا اكتر من شغل اسبوعين لكن لما نشتغل بطريقة الطريقة القديمة الووترفول بنكون عملنا كل شي ويلا نجي نوري العميل يقول لك اوه ده انا ما كنت قصد كده انتو فهمتو غلط نكون ضاع مننا شغل كم شهر هل حصلت لكم يا جماعة حاجة زي دي قبل كده حتى لو ما انتو ما اشتغلتوا مع عميل لكن انكم تكونوا تبدو في حاجة وما كلير المطلبات وفي الاخر تفاجأ انو الحاجة اللي عملتوها ما هي الانتو مفروض كانت تقدمها ايو في مشروع التخرج مع الدكتور اوكي اوكي يعني ما كان واضح الدكتور بالي بشنو وما كان انت عندك المفروضة وكمان في حاجة اثناء ما انت شغال هل كنت بتمشي تراجع معه طوالي ولا لا لو ما بتراجع وحتى اشتغل 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 في الاخر جيت وريت وقم وقل لك او او لا غلط شوف بقى ضع منك كم لكن لو كل شوية كنت بتراجع معه كنت هتكتشف بدري انو في مشكلة الشيخ برضو قال ممكن هي مهارة ممكن نتدرب عليها ونكتسب لكن كمان المنهجية بتساعدنا انو نقدر نقسم الشغل بالطريقة دي ودي حاجة اللي حنتكلم عنها جوا Personal Management Approach تمام جدا يس الزول ذاته في نفسه ذاته بيقدر انو يعمل الحكاية دي فاتما ممكن تكوني unmute وتقول لنا قصدك شنو هنا شكرا شكرا لكي نحن 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 في UNDB فسنس ذن نحن نحن نستخدم في UNDB نستخدم كمانجمين approach أو يعني كمانجمين approach بالراجع على بزنس بلان حقتنا بس برضو يعني أنا بالنسبة كان شخصيا باستخدموا في أنه الحاجات المطلوبة مني sometimes you find difficulties sometimes you find a new way of doing things فأنا كنت يعني weekly أو bi-weekly باستخدم أنه أراجع مع مديري أنه البزنس بلان حقتنا التاسكات حقتنا I think أنه الشفت في الطريقة بتاع الشغلي والمور productivity كانت thanks to the agile approach yes yes المراجعة وزي ما أنت قلت سيافاتنا الشفافية كمان يعني أنت بتراجعي المدير بتاعك عارف بالضبط أنت شغالة في شنو راي فما بيجيك كل يوم وقول لك عمد شنو البتاع دا حتعمل امتين خلصتي ما خلصتي طريقة الأجعل بتطلع المدير من رأس الزول أول حاجة المدير ما بكون قاعد في رأسك أنت وين خلصت لأنه بتكون موري يعني أنت أنا بعدين هوريكم في طولز بنستعمل في طريقة الأجعل بتخلي شغلك واضح أي زور ممكن ادخل وشوف انت بتعمل شنو فما بتكون في يعني بسموه المدير اللي قاعد في النوس المايكرو منجمين خلصت متين البتاعد حيخلص وصلت لشنو الحاجات واضحة كلها وعندك فعلا نحن لا يمكن تعمل تعمل في سودان لذلك نحن لدينا تعمل الوصول 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 نحن نحن نظرا لشغلنا في الـ UNDB ونظرا لشغلنا مع الحكومة ونظرا للدسترس في سودان في ال 2-3 years أي فاطمة قلت حاجة مهمة شديدة جماعة إن السودان حس في حاجات كثيرة جدا بتتغير بتنوم تسح الصباح تلقى الوضع تغير صح ولا لا دائما في تغيرات دائما في حاجات من رات احنا بنلاقي الشغل ان احنا بنعمل فيه لازم نجيف لازم نغير لازم نحاول بيسموها pivot pivot يعني نقدر نغير اتجاهنا لو استدعى الأمر الأجائق طريقة مرينة جدا يعني ما ممكن تقول لا والله أنا عندي مشروع وشغال فيه مدة المشروع سنتين كنت حدرب الوزارة وحس الوزير تغير حستمر طب ما خلاص الوزير الجديد ما دائرنا ما هنقدر نشتغل معه لازم نشوف طريقة تانية انه ننفع الناس وبرضو بدل ما ادرب الوزارة ادرب باقي الشباب دي حاجات نحنا يعني واجهناها كالسودان نكس جن يعني حتى نحنا في شغلنا مع السودان يعني كان عندنا مشاريع وكنا هنبدأ وخلاص وجايبين مشروع بتاعة يعني برضو تدريب وكانوا في ناس هياخدوا الشباب دي في الوزارات ومتفقين مع الوزارات وخلاص يعني هندرب الشباب وحياخدوهم في وزايف برغم حصل الانقلاب خلاص الوزير الوزارة كانوا متفقين معنا ما شو ما في زول هيوظف الشباب دي طيب هنعمل شنو ما ممكن نجيف وما نعمل ولا حاجة عملنا مع شركات تانية مع منظمات تانية وعملنا الترينينج برضو انتظرنا شوية يعني زي ما قولوا التقطنا انفاسنا وعملنا الترينينج برضو وحس حاليا جبنا لو شفتونا قبل أسبوع جبنا البنات دي اللايف اللي دربناه واردي في ناس من الموظفات الشركات الخاصة بياخدوهم من ناس برا السودان بدنا نشوف ناس برا السودان يوظفوا البنات اللي تدربوا دي عن طريق تبي ريموت يعني يشتغلوا من السودان فالحاجة اللي بقول لكم انه بقول لكم الكلام ده انه نحنا نفسنا طريقة تفكيرنا بتكون طريقة آجعل انه نحنا مرينين لو الموضوع بعض او حصل حاجة وقفت شغلنا طوالي بنحاول نستلنا الهدف الأخير اللي نحنا عايزين نصله بنصله ممكن بطريقة تانية احنا هدفنا كان انه نحسن نساعد ناس للتوزيف ونحسن طريقة معيشاتهم دي الناس خريجين وناس شاترين ليه بس الاوضاع في السودان صعبة لين احنا ما نقدر نساعد طيب لو ما قدرنا نوزفهم في الحكومة ممكن نوزفهم في حيطة تانية ممكن نعمل حاجة فدي الفكرة بتاعتها الاجعل انت المشروع بتاعك لو ما ماشي في الطريقة المزبوط برضو انت ممكن الهدف تجيبه بطريقة تانية ممكن انت المنتجة اللي انت عايز تعمله ده تغير فيه شوية عشان لو السوق تغير انت تقدر برضو المنتج بتاعك يكون منتج غير انك بتقسم الاعمال بيكون عندك مرونة انك تقدر مع تغيير الاوضاع والمطلبات انك تغير في الحاجة اللي انت بتعمله اوكي عايزة اسألكم اسا اكتبوا لي في التشات التشالينجز اللي هي او التحديات اللي بتواجهكم لما يكون عندكم مشروع ان كان في الجامعة حتى او اي مشروع اشتغلتوا فيه في الحي بتاعكم في المدينة بتاعتكم او مع مجموعة اي تشالينجز التحديات اللي ممكن تفتكروا بتواجه الفرق لما يكون عندهم مشاريع اكتبوا لي بس في التشات كل زول اي تحدي من التحديات اللي هو شافة راس المال المجتمع عدم تعاون مؤسسات ذات صلة بمشروعنا جمع البيانات عدم توفر المال تنكيز العمل على افراد معينين نقص المعلومات البيانات المهمة عن المشروع انه العمل ذاته ما عارف هو عيش شنو ممكن عدم الاستمرارية طيب اغلب الحاجات اللي انتو قلتوها برضو يعني غير انه راس المال والحاجات طبعا الاجال ما حيحل قصة راس المال رزام برضو قاد عدم تقبل المدراء للأفكار الجديدة لعدم درايته ومواكبته للتطورات صح طيب most of the time زي ما فيزول قال ناهد ناهد قالت انه العميل بيكون ما عارف عايش شنو يعني ما في رؤية واضحة واهداف رايت فنحنا بالنسبة للعميل لو هو ذاته ما عارف عايش شنو نحنا ممكن نمشي في حاجات يعني بس احنا ما حنقدر تكفر الحكاية دي لكن في تكنيكس اننا نقدر نشتغل مع العميل ونساعده عشان الدورة الخامس لا الورق ده ناقص الورق ده طب ما كلمتني من الول ليه والله ده 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 بتاع يعني يجي الزول ويلاقي الورق ناقص مثلا لازم يرجع ويجي يوم تاني او يجي في حيات مثلا الحاجات غالية مثلا او مطلوب منه كتير يعني انت لما تمشي مع العميل وزي ما بقوله بسموه تحديد رحلة العميل او تقدر تشوف ايوة تسهير رحلة العميل يا جيلاني بتشوف هو بيمور بشنو وكل ما انت تشوف الرحلة بتاعته ده عشان ياخذ الخدمة ان احنا بنقدمها بيمور بتشوف المشاكل بتشوف في اللحظة دي هو بيكون متضايق جدا لانه هنا بيواجه مشكلة انه الورج المطلوب نعجس واحنا ما محددين مثلا في الويبسايت ولا ولا مورين الناس المطلوب شنو بطريقة واضحة فاحنا نجوم نقول اوكي احنا عشان نحسن الحتة دي لازم مثلا في الويبسايت بتاعنا نكتب سبسيفيكلي الحاجات المطلوبة يكون عندنا لستة وتكون في حتة واضحة مثلا فنحنا لما نتبع رحلة العميل بنقدر بعد كده نقترح لهم فكرة للشغل نعم المؤسسات الحكومية في السودان كمسال حيقوا في حتة تانية كثيرة بالمناسبة عشان كده فكرة الاجعل وفكرة دي مهمة شديدة عشان نحن نقدر نعرف العميل بيمر بشنه والحاجات اللي بيكون مبسوط بيها وماشا كويس دي الحاجات اللي نستمر فيها فبنشوف الفوزيتف والنجاتيب مش بس النجاتيب في رحلة العميل عشان نبني الخدمة بتاعتنا أو المنتج اللي العميل حيستفيد منه طيب الحاجة المهمة لما نبدأ أي مشروع أو أي حاجة لازم يكون عندنا الرؤية العامة والأهداف ممكن تكون حتى بدأ شركة لازم تكون عارف الرؤية العامة بتاعت شركتك وأهداف عايز تصل لشنه والأهداف دي بالمناسبة يعني كل سنة أهدافنا شنه وكل في السنة دي كل ثلاثة شهور الأهداف شنه عشان الشغل يتقسم وكل ثلاثة شهور زاعة بتتقسم لي أسبوعين 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 عشان أنت ممكن تغير الأهداف لو اكتشفت في شغلك الأبو أسبوعين دا اكتشفت إنه في حاجة محتاجة تتغير قلنا افتقاد المرونة أو بالذات من المدرة إنه ما يخلوا الفريق يشتغلوا بالطريقة دي لكن أنا بقول يعني حاجة يعني نحن بنعمل ترينينج حتى للمدرة ولليدرشيب دائما لكن لو المدير يعني مفتقد المرونة إنت أطلبوا منهم مثلا أتليست يدوكم فرصة إنه توروهم يعني من طريقة الشغل دية وقد لما يشوفوا الطريقة وكده يقتنعوا إنه دي طريقة مفيدة البطئ في اتخاذ القرارات تضارب الأولويات مرات الفريق بيكون شغال التيم وبيجي مدير من هنا يطلب منك بيجي زول تاني يقول لك لا نعمل دا أول لا نعمل دا أول لا نعمل لا أول هل بيقدروا يركزوا لما يحصل كده ما بيقدروا لأن الأولويات بتكتر عشان كده في الأجال بيكون عندنا دور محدد اسمه هو اللي بتعامل مع أصحاب المصلحة أو العميل وبيحدد الأولويات للفريق ما كل زول في الفريق بيقعد يقول لا دي الأولوية ولا دي الأولوية لا إحنا عندنا ده شغلة إحنا فريقنا فريق التنفيذ بنكون مثلا يعني فريق الأجال بيكون هما المنفذين والبروداك أونر جزء من الفريق هو اللي بيحدد الأولويات للفريق والسكرام ماستر جزء من الفريق هو اللي بنسق الميثنغز فحت الفريق بيحل المعوقات بتأكد إنه الفريق بينجز وبتأكد إنه الروح العامة بتاعت الفريق جميلة وإنه الناس بتعاونوا وما كل زول شغال براهم مرات الناس بتجنبوا المخاطر والتجارب يعني ما يجري نجرب حاجة جديدة شوف في جيلاني أنت قبل قلت عندك فكرة جديدة وانت واسق منها وكده الناس ثانين ممكن يقول أنا هعمل الفكرة المعروفة اللي ما هجرب أي حاجة جديدة فيها أوكي لو أنت طول الوقت بتعمل الحاجة لكل الناس بيعملوها وما في جديد أنت حتقدمه من غيرك غيرك حيفوتك غيرك اللي حيقدم حاجة أجمل حتحيفوتك فدائما إحنا مفروض يكون عندنا شجاعة في الآجال ده بيقول لك يعني لازم تكون bold أو brave إنك تعمل وتجارب تجربوا حاجات أفكار out of the box خارج الصندوق وبنقدر نعمل الحكاية دي لأنه بنشتغل أجام كل أسبوعين فممكن نجرب حاجة ونشوفها والله أوه واو عجبة الناس خلاصنا واصل لكن لو إحنا بنجنب المخاطر وكده ما حنتطور ما حنشوف حاجة جديدة ما حن نفكر بطريقة مختلفة وغيرنا حيفوتنا الشركات الكبيرة ما تكون عايزة يغيروا بغيروا التغليف للمنتجات في السودان وبس طبعا ما مفيدة الهدف إنه بالضبط التغيير الحيفيد العميل هو واشنه طيب مرات كمان لما نستعمل يعني لما نستعمل نشتغل بالطرق القديمة بيكون النتائج يعني ما بنشوفها إلا في نهاية المشروع بنشوف أوكي خلاص أنت عايز نبني المنتج ده هنقعد نبني 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 والمشروع خدس بعد سنة يلا خد شوف وهذا أنتجنا لك الحاجة الفلعانية فزول بيكون العميل منتظر سنة ولا حاجة عشان في الآخر يشوف النتيجة لكن طرق القديمة بتخليك بسرعة أنت تنقص وتوري المشروع توري العميل الحاجة بصورة دورية أسرع وسايلو بيز انفرميشن اللي هي المعلومات القائمة على الانفرادية يعني إحنا شغالي عندنا الحركة دي بصراحة في السودان الناس بتكون في تيم وكل واحد عايز يكون هو الستار بتاع التيم أو قاعد كده لابد بالمعلومات يعني عنده معلومات عنده حاجة ممكن تفيد الناس كلها لا بتبيع ليه بيكونوا عايز يكونوا مثلا هو الستار أو مثلا ما بيحب الزلد والله ما أوريه يعني الحاجات دي في مجالة الشغل ما بتنفع إحنا فريق لما نكون نشتغل كآجعل تيم لازم تكون مع بعض متكاتفين وهدفنا هو نجاحنا نجاح الفريق مش نجاح الفرد يعني في الآجعل لما نلاقي فرد واحد بس هو المتميز وباقي الفريق يعني ما ما مواقبين أو ما متميزين بنحس في حي غلط في الفريق الغلط شنو الفريق ده ليه ما شيرين الانفرميشن مع بعض ليه ما يتشاركوا المعرفة مع بعض ليه لو الزولة الشاطر الستار تعال الفريق ده لو عيه يوم الفريق كله يجيب لأنه ما في زل بعمل يعرف الحكاية ده غير فلان ده ده ما نوع من نجاح الفريق ولا من نجاح الزولة الستار ده الزولة الستار ده عشان يكون مفروض هو يدرب الناس المعاوة على الحاجة اللي هو بعرفة لأنه هو بيعرف حاجة غيره بيعرف حاجة تانية وانت ما تعرفها فإحنا متشارك المعرفة بنقدر كلنا نجوم بالمشروع مع بعض ممكن ما كل يزول بنفس درجة المعرفة في الفيلد المعين لكن بنقدر أي زول يقتل التاني بنقدر نصل للهدف لأنه الفكرة ما من نولستار الفكرة إحنا هنصل للهدف بتاعنا ولا لا عامة التغيير من بروجيكت لبرودكت بيكون كيف يعني زمان نحن بنشتغل بمشروع طريقة المشروع هي الطريقة التقليدية يعني بنبني نقعد نشوف أوكي يلا يا جماعة المشروع هو شنو خلينا نشوف الريكوائر ماشي نتقابل مع العميل نفهم مطلباته دي بتاخد لها شهرين ثلاثة بعدين نبدأ نبني الحكاية دي وبعدين نبتدي نعمل ريليس نوري ندي الممكن هنا نعمل شوية التستين وبعد كده ندي الحاجة للعميل العميل بيشوف الفاليوم ما بيشوفوا إلا في النهاية صح شوفوا بقى هنا بيكون إحنا ماخدين ريس كدر شنو يعني أنا بعمل لي فكرة عايزة عمل لي مشروع عايزة نزل منتج للسوق وعايزة يجيب لي حاجة أعملها وجيبت الحياة ويمكن المشروع مشروع مشروع مسلا جديد اوكي جيبت وجيبت الريكوائرمنس والطعم والبتاع وعملت التجارب براية وضقطة والطعم وغيرت وكل الحاجات وانا بصرف بصرف في فلوس يعني بكون عندي في البداية لسه انا ما صرفت فلوس لكن كل ما اشتغل في المشروع انا بصرف في فلوس بصرف في وقت وما عارفة المشروع ده هينجح ولا لا فالريسك بتاعي بزيد 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 لحد النهاية بيكون اعلى ريسك لانا صرفت كل الجروج دي ويلا يجد حس عايز اوري العميل اها راجي مع رأيكم شنو نزلته في السوق نجح اوكي انا ما حزوزه الحمد لله كيح اكون الرزق بتاعي كان عالي وفي الاخر انا ضيحت فلوس ضيحت زمن الناس طبعا نزول الشاطر او الزول اللي هيشتغل بالطرق الجديدة بيكون بيعمل شنو بيشتغل كل مرة جزء من المشروع جزء بسيط يعني ممكن نعمل تجربة لانحنا اللي بنبني شكرا لعادة التسجيل لو نحنا الفريق اللي بنفذ للعميل العميل عايز عنده مشروع بتاع مشروع جديد عايز يقدمه مثلا ونحنا الفريق المنفذ فاحنا ممكن اسبوعين دي نقول احنا هنعمل تجارب الطعم نعمل تجارب ونضوجها للعميل او للناس للجمهور ونعمل ونشوف الحاجات المناسبة نسبة السكر نسبة البداعة الحاجات دي الفليفرز المطلوبة و نكون خلاص بعد اسبوعين نكون حددنا ايه الاطعام المناسبة وايه النسب بتاعتنا طيب خلاص دي احنا بنكون هل قدمنا فايدة للعميل في اللحظة دي ولا لا تفتكروا لو جسمنا الحكاية كده لو بعد ما نعمل كده بيكون الخطوة التانية نجي مسلا نقول اوكي خلينا نشوف جسة الماركتينج بلان بتاعتنا حتكون كيف مثلا دي الجزء الفترة الجاي حنتكلم عن الماركتينج بلان كيف حنسوق للحاجة دي الحاجة التالتة ممكن يكون بعد اسبوعين تاني نتكلم عن التغليف حيكون كيف زول تاني ممكن بعد اسبوعين تاني الشغلانة التانية تكون التوزيع للتجار حيكون كيف عندنا نتكلم مع التجار نعمل اتفاقيات معهم نتفق حنرحل المنتج بتاعنا كيف فكل مرة انت بتكون انهيت حاجة كاملة مش شغالين في كل المشروح هنا نقعد نعمل دراسة جدوة كبيرة عريضة على التغليف حيكون كيف والتوزيع حيكون كيف وبالتفاصيل المملة ونايبدأ هنا شغالين في كل الاتقاحات شغالين في تغليف وفي توزيع وفي اطعام وكله والعمل لسه ما شايف ايش في يده ما شايف انه مشروعه ده بيكبر حتة حتة او ماشي بتبني لا لكن ما نقسمه لحاجات كاملة يعني نشوف الطعم التغليف التوزيع التسويق كده احنا بنقدر نخلص حاجات كاملة وفيها فائدة وقيمة للعمل وطول ما احنا شغالين بناخد شنو من العميل فيد باك اللي هو رأيه على الشغل اللي بنعمله عشان لو فيه حاجة محتاجة تتحسن نقدر نعمل adjust للشغل وadjust للخطة بتاعتنا فدي الفكرة العامة من اننا نتحول من انه نشتغل مشروع ونتحول على انه نشتغل كأننا شغالين في منتج المنتج ده ممكن يكون حاجة فيزيكة زي العصير اللي بنعمله مثلا مشروع او ممكن يكون خدمة زي كلمنا على انه تحسين مثلا التجربة بتاعت المواطن لما يتعامل في المرافق الحكومية مثلا ممكن تكون خدمة يعني ما ضروري لما نقول product تكون حاجة حسيا زول بيمسكها بيده يعني تمام all right نشوف في الشات في زول قال حاجة كله تمام دقان قبل اوكي no problem طيب نحن ما نشتغل بطريقة الاجعل يعني في عقليات محددة وفي اساسيات اسمها الاجعل values الاجعل لما عملوا عملوا values يعني هي قايمة على حاجات باختصار يعني انه زي ما قلنا نكون مارينين نقدر نتعامل مع التغيرات اوكي يعني مثلا ممكن احنا بعدين مثلا العصير بتاعنا ده عاملينه سكر كتير لانه احنا الزوك السوداني بنحب السكر كتير وكده بعدين حسينا انه وإحنا شغالين في المشروع حسينا انه بيقد فيه طفرة كبيرة جدا انه الناس تاكل اكل سحي فيه يعني توعية قوية جدا حاصلة على انه الناس تحافظ والحياة طيب احنا ممكن نغير ممكن نغير طريقة المنتج بتاعنا بيكون جير للفكرة العام والمزايا العام بتاع السوء نقوم نقول خلاص احنا مدام يعني حسب الناس ان احنا بنسوق لهم والشريحة اللي بنسوق لها لو هما ناس مهتمين اكتر بالاكرى الصحي ممكن نبدأ نغير في الحاجة ان احنا من الاول كنا فاكرين دي الحاجة اللي حنعملها ممكن نعملها عصير مختلف او نفس العصير نقلل نسبة السكر ونزود فيه مثلا بروتين باودر يعني فيه حاجات انه ممكن نقدر نتعامل لو ده مشروع يعني حسي طيب دايما بنفكر انه نتعاون ونتشاور مع العامل طول الوقت عشان نتأكد انه الحاجة اللي بنقدم دي حاجة مفيدة لهم ودي الحاجة اللي فعلا هم عايزين يعني جيلان الدكتور هو صاحب المصلحة في النهاية من المشروع اللي انت بتقدمه فكنا نحن نتعامل ونتشاور معه ونتأكد انه الحاجة اللي بنقدم ونحن شغالين فيها هي دي نفس القيمة المريوة مهمة عشان ما يدعم مننا نواكد تقديم قيمة مستمرة زي ما قلنا ما نكون شغالين في المشروع واخر المشروع بعد سنة حتى نوري العميل دي الحاجة اللي عملنا واحدة من المشاكل في مشاكل كثيرة جدا طبعا ما هنحل مشاكل العالم كلها او مشاكل المرافقة الحكومية كلها قد يكون مشروعنا نحل عشرة مشاكل لكن نبدأ بالمشكلة الاولى مثلا مشكلة انه العميل بيجي وبيلقى انه مطلوب منه اوراق زيادة غير الهو فاكر المطلوبة طيب نحل المشكلة كيف نغير الويبسايت بتاعنا نتأكد انه الاوراق المطلوبة ما نطلب حاجات ما منها فايدة او ما مهمة وكمان يكون واضح الحاجات المطلوبة وكمان نعمل تدريب للموظفين بتاعنا عشان ما يمش يطلبوا حاجة ما فعلا احنا عايزنا ويجهيه الناس فدي نكون حلين المشكلة الاولانية دي بس باننا نغير الويبسايت وندرب الموظفين مثلا لسه في مشاريع تانية مشاكل تانية لكن احنا هنقدم لهم جزء من القيمة معاي في الحتة دي سبب لو متابعين قلوا لي ياس في الشات حلو جدا حلو 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 طيب تعاون الفريق ان الفريق يكون متعاون مع بعض ده كله دي افكار الاجيل العامة طبعا عندهم 12 بتاع يعني زي مانيفستو كده فيه 12 حاجة لكن دي الفكرة العامة من الاجيل انه التعامل مع التغيرات التشاور مع العميل تقديم قيمة مستمرة وتعاون الفريق زي ما قلنا هم حاجة في طريقة الاجيل انه الناس تكون open minded وانه يكونوا مستعدين يتعاملوا يتعلموا حاجة جديدة المشاريع دائما بتنقح اللي بتستعمل الاجيل اللي هي بتكون كيف بتكون اول حاجة عند قيادة كويسة الليدرشيب بتاع الفريق بيكون هما ذاتهم فهمين طريقة الاجيل وممكن الليدرشيب ما يكون المدير مدير الناس الموظفين يعني لا ممكن يكون البرودكت اونر والسكرام ماستر دائما الليدرشيب بتاع الفريق لو عندنا الليدرشيب كويسة وفهمة طريقة الاجيل بيكون المشروع او البروغرام بتاعنا ناجح مواقمة الاستراتيجية مع التنفيذ زي ما قلنا مرات بيكون عندنا يعني وفكرة عامة لكن بنفس في جيهة تانية ليه ما في زول يوجيها الفريق انه لا احنا مشيين على الاتجاه دائما مع ما نشود بعيد ما نمشي حيات مختلفة يعني ممكن الاستراتيجيات نحنقدم عصير معين معليش استمر على موضوع العصير لكن ممكن اي حاجة اوكي ما نمشي يقول او كده نزيد عليه مثلا كاستر ونزيد عليه بتاع ممكن الناس يعجي ما نطلع في حيات مختلفة ما والله كده كمان مع العصير نعمل حلاوة جونجوليز برضو او تعالوا نعمل مثلا نقدم مثلا مربات برضو من العصير ما نطلع ونفقد التركيز فدي مهمة جدا لما يكون عندنا استراتيجية وتنفيذ يكون كل شي موائم للستراتيجية اللي نحن عايزين نمشي بيها للسوق ثقافة العمل او الكولتشر يعني الروح العامة داخل الفريق بتكون كيف دي مهمة شديدة لو الروح ما كويسة الفريق ما بيقدر يعني ينجح ودايما الفريق شاطر شديد يعني علميا شاطرة بقدر افهم مكونات البرودكت بتاعنا في ناس تمكن يكونوا شاطرين في الماركتين في العلاقات العامة كده فنعرف انه يعني ما كل الناس بيكونوا اكسبرت في نفس الحاجة بالعكس الفريق بيكونوا متعدد مواهب عشان هم مع بعض بينجحهم والتركيز دايما دايما بيكون على العميل فإحنا لما يكون عندنا بروجيكت بالآجع الشغالين بيو اهم حاجة انه يكون عندنا وضوح للفكرة العامة عايزة نصل لشنو يا جماعة لما نبدأ اي مشروع الستراتيجي بتاعتنا شنو الهدف بتاعنا شنو التركيز على الفكرة بتاعتنا زي ما قلت ما نمشي لحاجات تانية ونغير الاولويات كل شوية لا نركز في الحاجة المعينة ان احنا شغالين في ولما نعمل كده بنقدر يكون عندنا يعني نكون نكون ناس متوقعين الحاجة اللي بينخططها بنقدر ننجزها مش نخطط حاجة وبعدين ننجز حاجة مختلفة او ما نقدر نخلص فدي الفكرة العامة لما احنا نجي نعمل مشروع بتاع للآجع جزء في القيمة تقدر يتوضح اكتر انا حطلب من الشيخ للسؤال بتاعك لو ممكن تشرح لي السؤال بس عشان اقدر اقاوب لك الشيخ عز الدين عندك سؤال بس 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 سؤالي كان فيه جزء الجزء بتاع الغيمة جزء الجزء جزء الجزء بالضاف يعني جزء بالضاف يعني المسلا 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 مفينت السؤال مفينت السؤال انه كيف نحن ممكن نضيف للقيمة مثلا معلش استذر مي اعملي ان ميوت سوري يا معلش يا الشيخ ما عارف لو فهمت السؤال لكن انا اللي بقوله انه احنا دايما نقدم جزء من القيمة العامة بتاع المشروع يعني مثلا احنا مشروعنا انه هنقدم مشروب جديد للسوك اوكي ما نقعد نقول خلينا نخلص كل حاجة نعمل نحدد المشروع هيكون شنو والطعم شنو والخلطة بتاعاتنا شنو والتغليف كيف والتوزيع كيف والتسويق كيف لا بنكتب دي الحاجات كلها المفروض نعملها لكن نمسك حاجة حاجة يعني نقول القيمة الاولى هنقدمها للعمل اللي هو صاحب الشركة اللي هتعمل المشروب دي انه نحدد نشوف في السوق ونحدد الطعام والخلطة هنستعمل للمشروب دي قيمة خلاص هو خلاص عرف وشاف قيمة من الشغل اللي بنعمله المرة الجاية نتكلم عن التسويق نحدد الخطة التسويقية كده فاحنا كل مرة بنديه جزء من القيمة بحيس انه دايما بيشوف حاجة مفيدة مش بيشوف والله احنا شغالين ايش شغالين في التسويق وقت وبعد سنة ولبعد ستة شهر حنوريه كل الحاجة لا القيمة زي ما قلته ايوه العمل بالتوالي ممكن يا جيلاني ناخد قطع صغير لو تتذكروا الصورة الاولى الوريته ليكم ديك بتاعة الفكرة الاجعل هنا انه ما نمسك نشتغل في كل الحاجات ونحاول كلها ننجزها لا نمسك جزء جزء نمسك جزء مثلا الطعام نمسك التغليف التوزيع التسويق كده فكده احنا بنقدر كل مرة بنكون بنبني في المشروع بتاعنا وبنوري الصاحب العمل او صاحب الشركة انه احنا دي الحاجات اللي بننجز فيها وبيكون هو يعني ابتدى يستفيد ويشوف المشروع بتاعه ماشي كام في حاجة انا عايزة اوريها لكم انه انا قبل قلت لكم اهم حاجة انه زول ينظم الشغل بتاعه يعني فكرة الاجايل انه نبدأ احنا عايزين نصل شنو يعني الاستراتيجية بتاعتنا شنو المخرجات اللي عايزين نطلع بيها شنو انا عندي اكزامبل هنا من مشروع بتاع ناس عايزين نعملو احنا اشوف اديكم اكزامبل هنا دقيقة هوريكم طول كده زريفة دي ايام الكورونا مثلا كان في منصة يسمى منصة قومية لمحاربة الكورونا اوكي قالوا دي كانت يعني ناس من وزارات مختلفة ووزارة الصحة وناس تانين مضبرعين عشان يشوف ويعملوا مشروع عشان يحاربوا موضوع الكورونا فقالوا الفكر العام بتاعتهم كان عندهم هدف يعني اوكي جزء من الهدف بتاعهم كان انه قالوا لو نحنا عايزين نقدم توعية وخدمات صحية محلية للمواطن ممكن يكون عندنا تقدم لمجتمع صحي وآمن دي قامت أيام الكورونا ما بالضرورة طبعا الحكاية تكون علاقة بالكورونا بس لكن هم عايزين يحسن التوعية والخدمات للمواطن فالأهداف العام بتاعتهم كانت عايزين يوفروا معلومات صحية كفاية ويوفروا خدمات صحية كفاية ويوفروا الجهد والمال على المواطن والدولة هنا ممكن نقول كده نحن نجحنا يعني هما بقولوا احنا هننجح لو عملنا الحاجات طيب هنعمل شنو قالوا خلنا نحدد للسنة القادمة هنتصرف كيف قالوا عايزين يكون نزيد الوعي للمواطن بالصحة العامة يعني في كل في القرى وفي المدن وفي الأحياء الصحة العامة يدوا يعملوا تدريب للمواطن يوررهم يعني الحاجات المهمة بذات في الكورونا كان في تذكروا حملة غسيلة اليدين وحاجات كثيرة كده بعدين زيادة الرضا للمواطن من خلال تقديم خدمات صحية بجودة عالية وعايزين نوفر كوادر عشان تدعم للصحة العامة تكون قريبة من المواطن يعني كوادر ده ممكن يكون شباب ممكن يكون لجان الحي شباب في الحي أو في المدن هم يكون قراب من المواطنين لأن المواطن مثلا مرات في مواطنين بيكونوا بسيطين يعني ما عندهم اكسس لترينين وحاجات زي دية ولا التلفزيون يعني بشوفوا مرة مرة كده فكيف نحن نوفر كوادر ندرب داخل الحتة دية إنه ممكن هم ذاتهم يكونوا يعملوا وعي للمواطن تخفيف بالتالي هنقدر نخفف الضغط على المستشفيات عن طريق العلاج بالمنزل لبعض الحاجات ممكن تتعامل ونقدر نقلل العدو والأمراض عن طريقة توعية فدي أهداف جميلة وأهداف نوعية يعني لكن ما بنقدر نقيسها نقيسها كيف فدائما إحنا لما نبدأ أي مشروع نقول حنقيس كيف يعني ثلاثة شهور حنقيس لو إحنا الحاجات دي ماشيين فيها ماشيين يعني في تقدم فيها كيف بنقول خلينا نقسم يعني إحنا قلنا عايزين زيادة وعي المواطن طيب هنحدد كيف إنه إحنا بنتقدم في الحتة دي هنقول خلينا الثلاثة شهر القادمة عايزين نتائج مقاييس معينة عايزين عدد الندوات التوعوية في الشهر القادم مثلا كل شهر يكون عندنا على الأقل أربع ندوات في المنطقة حاليا ما عندنا أي ندوة ما في عايز يعمل أي توعية فنحنا نحدد لنا كفريق مفروض يكون عندنا أربع ندوات في الشهر خلص دي حاجة بنقدر نقيسة صح يا إخواننا يعني لو جينا مثلا بعد شهرين يا جماعة عملتكم ندوة والله عملنا ندوة واحدة من إحنا ماشيين كويس ولا ما ماشيين كويس الحاجة الثانية ممكن نقول أوكي إحنا قلنا عايزين نخفف الضغط على المستشفات عن طريق العلاج بالمنزل حنقيس الحكاية دي كيف نقول حاليا عدد الحالات المعالجة شهريا في الشهر في المنزل واحد في المية بس من البيعي بتعالجوا في المنزل بقى الناس كلهم ماشيين على المستشفى والعيادة بتاعة الحي طيب ممكن إحنا لو قدينا متاعوا ووريناهم طرق بسيطة للوقاية والعلاق بالمنزل ممكن أغلق أن يكون 80% من الحالات ممكن تتعالج في البيت وماذا دي بس إكزامبلز ما عايز أقضي وقت طويل لكن دي إكزامبلز لأنه نحنا ممكن ناخد الأفكار والأهداف بتاعتنا ونترجمة لمقاييس عشان نقدر نعرف إحنا يا ربي يعني ماشيين في تقدم ولا ما ماشيين فما دايما يكون عندك أهداف وبس لأن الأهداف ما حتعرف تقييسها لازم يكون عندك الأهداف وعندك مقاييس للأهداف دي يعني بعدد عدد معين نسبة معين تقدر أنت تقييسها وتعرف أنا ماشي كويس ولا لا في أي تعليقات يا شباب سوفار على الفكرة العامة وكيف إحنا لما نبدأ مشروع حسنا ماشي معاكم من بداية المشروع قبل ما نبدأ أي مشروع عازي يكون عندنا الفكرة العامة بتاعت بطاقة المخرجات اسمها outcome card بنحدد الرؤية فيها العايزين نعملها بنحدد الأهداف العام مشنو وبنقول في السنة القادمة سبيسيفك اللي حنعمل وحنجيز كيف خلينا كده مع بعض طيب ندرد شوية عن طريقة ونخترع نشوف في زول هنا معانا قدانا فكرة مشروع ممكن نحاول نستعمله كبس للدرد الشبتاعتنا في مثلا زول عايز اعمل الحفاظات بتاعت الأطفال للأطفال تكون مصنعة في السودان اوكي خلينا نشوف نحنا لو هنعمل كده ايه هي الرؤية وايه الأهداف اللي ممكن نحنا نجريها من المشروع ده فالرؤية اللي هي طبعا انه تقديم حفاظات سودانية الصنع للأطفال خليني بس اقول لكم مثلا يعني تقريبا كده فهنا قدونا الرؤية رأيكم شنو في مشروع زي ده ممكن يكون لو انت صاحب الشركة اوكي او انت الفريق اللي هيدفز الحكاية دي رؤيتك شنو لمشروع زي ده انه نقدر نعمل حفاظات سودانية الصنع دي هي الرؤية اصلا تفتكروا لو قدمنا الحاجات دي وعملناها في السودان هنستفيد شنو يعني ايه ال ايه الهدف من الحكاية دي انه نعمل حفاظات سودانية الصنع للاطفال الهدف شنو اكتبوا لنا في الشات نعم توفير عمالة اوكي تقليل الاستيراد نعم حلو تقليل التكاليف المواد الخام المستورد نعم وكمان شنو اهم حاجة تكون حاجة في المتناول المواطن صح توفير منتج باقل تكلفة للمواطن انه الهدف بتاعنا مش انه والله حنعمل منتج رخيص لا ييوه منتج رخيص ليه المستفيد منه وحيستفيد شنو يعني الهدف في النهاية انك تقدر تصل لحاجة مفيدة للمواطن وانه في متناول يده الوصول الى المناطق الطرفية نعم لانه حاجة مصنوعة في السودان بتكون اسعاره احسن تشجيع الانتاج المحلي نعم وبنقدر يعني يكون عندنا عمالة توفير كمان اسم شنو دي يعني وظائف وخلق قيمة اجتماعية حلو حلو فدي الاهداف طيب خلينا نشوف احنا هنجيس كيف فرضا قررنا اننا هنبدأ نشتغل بالمشروع ده في الثلاثة شهور الاولى هنجيس كيف انه احنا ماشينا كويس هنعرف كيف انه نحنا مثلا المنتج بتاعنا وفرنا منتج مثلا بأقل التكلفة هنجيس شنو بالزبط هل هنجيس سعر المنتج بتاعنا نسبة للمنتج المستورة انه نقول اصبحنا نقدر نقدم منتج قيمته خمسين في المية من قيمة المنتج المستورة مثلا العلان مشارك معنا هنا برضو قال بالنسبة انه احنا عايزين نوظف ناس بعض من الاهداف انه يكون عندنا ناس موظفين فقال عدد الموظفين الذين استوعبهم المشروع ممكن نقول عدد الموظفين ممكن عايزين في السنة الاولى نوظف على الاقل 20 شخص فلو كل 3 شهور نتابع ووظف نحس 10 20 كده تمام احنا ماشيين كويس يعني مشروعنا ده قدم خدمة انه يوظف ناس مدى اقبال المواطنين عليه خاصة زويد دخل انه انقفض نعم تبيان لانه احنا الهدف انه يكون حاجة افوردبل للناس الناس في متناول يدهم فحنشوف هل الناس فعلا قادرين يشتروا هل فعلا في متناول اليد ولان احنا عايشين فوق السحاب ومتناول اليد بالنسبة لينا ما هو متناول اليد للمواطن العادي مهمة شديد عشان نقدر نشوف احنا ماشيين صح ولا لا عدد الموردين من الولايات الذين يرغبون في المنتج نعم عشان نشوف كم زول طلب يعني عدد الناس اللي بطلبوا المنتج ده يعني تقولوا عايزين نحدد في ثلاثة شهور الجاية دي الحاجة اللي عايزين نصلي وتقدر كل شهر نتابع نشوف احنا ماشيين كويس ولا لا تمام ما شاء الله ماشيين كويس فالفكرة الخطوة الاولى في اي مشروع لما احنا عارفين الفكرة بتاعتنا انه نحدد الرؤية ونحدد الاهداف العامة اللي خلاصة عملنا الاكسرسايز ده يلا لو نحنا عملنا الفكرة بتاعتنا وعملنا مشروع طيب خلينا نبتد نشتغل في المشروع حددنا الفكرة العامة وحددنا حنقيس كيف والحيات دي كلها طيب حنشتغل كيف طريقة الاجعل دي حتساعدنا كيف اننا ندير المشروع دي اراد اهم حاجة انه يكون عندنا الفريق بتاعنا رأيت اللي هو حينفز المشروع ده الفريق بتاعنا وعندنا هنا ده الاصحاب المصلحة اصحاب المصلحة ده ممكن يكون المواطن رأيت ان طبعا عندي اكزامبل ده اكزامبل بتاع الناس اللي عايزين يعملوا الندوات التوعوية للمشروع لكن اصحاب المصلحة بكونوا هم منوء المواطن اول زول صح وممكن يكون وزارة الصحة برضو يعني بتدعم فينا وعايزين يكون في حاجة وممكن وزارة التجارة او ده الناس اللي بدعم الانتاج المحلي مثلا فده ممكن كلهم يكونوا اصحاب مصلحة فده هم بيقولوا لنا احنا عايزين نصل لشنو الرؤية والحاجات بيتجي منهم هم ما نحن كفريق بنحدد الرؤية نحن نحن المنفذين للرؤية دي لكن لازم يكون عندنا وضوح تام للرؤية عشان شغلنا يكون مواكب نحن ما روبوت يدونا بس خدوا اعملوا الحاجات الفلانية ونحن بس ننفذ لا نحن ناس عندنا فكر نحن ناس متعلمين عندنا افكار نحن ناس مبدعين لكن عشان نبدع لازم نكون نفهمين الهدف العام عشان نكون مركزين في الهدف ده ونبدع في سياق الهدف ده ما نمشي برا الفوكس فدايما فكرة الاجل بتكون انه الستيك هولدرز هما او اصحاب المصلحة اللي هم ممكن يكون نزبون الحيشتري الوزارة اللي هي دعم للمشروع ممكن الرؤية العامة والأهداف احنا بقى بناخد الأهداف دي بنقسم لأهداف محددة لعلاقة بالمشروع بتاعنا ويكون عندنا في الفريق زول اسمه البرادكت اونر اللي هو قائد الفريق اسمه البرادكت اونر ده هو اللي بيكون متواصل مع أصحاب المصلحة يعني ده الفريق كله ما بيمشي تتكلم مع المواطن ويتكلم مع الوزارة الصحة ده الريبريزنتاتيب بتاعنا أو بيسموش الريبريزنتاتيب الزول ان احنا مرسلينه يعني مسؤول من الحكاية دي هو بيرجع لنا كالمسؤول في الفريق هو بيمثل الكاستمر لنا وهو احنا لما نعمل حاجة بنرايجع معه عشان نتأكد انه شغلنا ماشي حسب سياق الرؤية بتاعت العميل واصحاب المصلحة فلما يكون عندنا الاهداف بنقسم الاهداف دي لمهام صغيرة بنسميها stories كل واحدة من ديل يعني مهمة معينة نحنا بنشتغل فيها ونحنا كفريق بنشتغل في المهام دي وبنكون فاهمين الرؤية العامة فدايما بيكون في قائد الفريق الproduct owner بنقترح دايما يكون في زول زي زي مع الproduct owner لانه ما يكون متوفر ما موجود الcollege دا بيكون برضو على علم بالرؤية العامة وبيقدر يحدد الأولويات للفريق يكون عندنا المنسق بتاع الفريق اللي هو بيتأكد انه التيم بيعمل المحدد اللي بنحتاج في الاجائب هكلم عنها بعد شوية بتأكد انه التيم ماشين عاملين مع بعض ما في مشاكل داخل التيم بتأكد انه لو في معوقات يعني التيم مثلا عايز اعمل حاجة وما قادر في مشكلة مثلا عايزين نعمل الندوات التوعوية دي وعندنا مشكلة في التراخيص ممكن يشوف ما قادرين حاولنا نحل ما قدرنا سكرام ماستر يشوف هو يعمل شنو يشوف لو يشوف لنا زول عنده علاقات ممكن يساعد في التراخيص أو كده فده هدف السكرام ماستر هو مسؤول من نجاح الفريق البرودكت اونر مسؤول من انه عمل الفريق يكون مطابق للأهداف والرؤية انه ما نكون شغالين برا وفوكس انه هو مسؤول امام أصحاب المصلحة انه الفريق دي ينفس بيز اونر الرؤية والأهداف بتاعة أصحاب المصلحة والزبون وضحت الواضحة الأدوار اللي أنا شرحتها دي تبو ليه في الشات لو واضحة يا شباب لانه مهمة شديدة وحنتتكلم عنها واضحة 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 حلو باقي الفريق دي اللي بقى المنفزون دي اللي حينفزوا الشغل أوكي اللي هم نحنا اللي هنحنا اللي حنعمل حلا نبتدي نشوف قصة المواد المخام اللي هنحتاجها نحنا نعمل التسويق نعمل الخطة كل الشغل نحنا المنفزون نحنا ننفز بيكون عندنا أسئلة طبعا بنسأل بيكون عندنا أفكار ممكن نعرض عليه ولو في سياقة الحكاية ممكن نقول لنا خلاص عملوها كده يعني فدي الفكرة العامة طيب فبنمسك الأهداف بنقسم لي مهام نشتغل فيها فأنا عايز أوريكم هنا الدورة بتاعت التنفيذ في طريقة الآجع يعني نحنا كفريق لما نحددنا المشروع هنشتغل فيه وحددنا الرؤية وحددنا الإطار العام يعني أهداف العامة بتاعت الشغل بتاعتنا كيف هنقسم الشغل ناو نقسم لأعمال صغيرة ونبتدي نشتغل أنا قلت لكم قبل بنشتغل كل سبوعين صح بننفذ الشغل كل سبوعين بنقسم يعني مثلا احنا عندنا كاتيجوري كبيرة اسمها التدريب واحد من أهداف بتاعتنا إنه التدريب جوز من الابكس أو الكاتيجوري الكبيرة بتاعت الشغل نقسم التدريب ده يعني شنو هيكون في تدريب عن الكشف عن الأمراض مشان نعرف الزلده تدريب عن كيفية الاهتمام بالمريض لناس البيت يهتموا بالمريض كيف مثلا ويكون في حاجات تانية طبعا كثيرة لكن بي نمسك كل واحدة من بنقسم لأعمال صغيرة لا علاقة بموضوع التدريب بالنسبة للمتابعة بنقسم المتابعة ده عايزين نعمل فيها متابعة جدول التطعيم متابعة الناس المعزولين حيكون عمله شنو ممكن يطلع عمتين كده العلاج ممكن يكون توفير الفيتامينات ممكن تحديد الأماكن اللي الناس ممكن يمشل للعلاج ده ما ممكن في البيت كده فبنحدد بيسموه ده اسمه سجل المهام اللي هو بريك داون الحاجات الكبيرة اللي مفروض نعمله الاهداف الكبيرة نقسم لحاجات ممكن تخلص كل اسبوعين فنقوم بنسميه ده اسمه سجل المهام أو الback log فالback log ده فيه لستة كل الشغل المفروض نعمله يلا بنجي نحن كفريق نقول عايزين نبتدي نعمل تخطيط كل اسبوعين بنعمل الآتي يا جماعة دي اختصار للميتنج بتاعة السكرام لما احنا نجي ننفذ الشغل خلاص عارفين الرؤية عارفين الأعمال اللي مفروض نعمله وقسمناها لأعمال صغيرة كل اسبوعين بنجي نقول خلينا نعمل ميتنج بتاع تخطيط نخطط من اللستة الكبيرة اللي هي سجل المهام فيه مهام كتير جدا مفروض نعمله وكلها دخل يعني لا علاقة بالكاتيجر المختلفة بنخطط احنا في الاسبوعين الجايين حننفذ ونبتدي ننفس نبتدي ننجس في الاسبوعين الجايين الحاجات الالتزمنا بها يوميا وإحنا بننجس في الاسبوعين دي بنقابل طبعا يعني في السودان ممكن الناس ما تقدر تقابل كل يوم لو انت شغال في شركة ممكن نقابل كل يوم لو عندنا مقر وكلنا بنجي في المكتب نقابل كل يوم هي عبارة عن 15 دقيقة اسمه واسمه الناس بتكون واقفة 15 دقيقة بس كل زول يقول الحاجة اللي التزم بها هي شنو مثلا أنا التزمت أنه أحضر التدريب عن اكتشف عن الأمراض أيو عملت شنو أنا الليلة عملت حددت المادة اللي حستعمل عشان أدرب بيها الناس وانت عمدت شنو أنا شغال في توفير الفيتامينات أنا اتصلت بتلاتة زخانات ومنتظر منهم ردود أوكي تاني يوم هيا فلان إنت عملت شنو أنا خلاص حددت المادة واردي بديت يعني حجست لأول ندوة حعملة مثلا كده كل زول كل يوم بيقول عمش شنو وخلص شنو وحيعمل شنو اليوم يشتغل في شنو ولو في معوقات يعني زول المسؤول عن التدريب ممكن يقول أنا خلاص وصلت وعايز أبتدي أعمل الندوة وحيست القاعة لكن اكتشفت أنه محتاج ترخيص وما في زور رادة علي ما قادر أخذ الترخيص هنا هو ورانا في دايل ستاند أنه عنده حاجة معوقات معوقات تقدم بتاعه ففكرة دايل ستاند أنه يكون في شفافية بين الفريق ده انت بتعمل شنو الليلة عن خلصت شنو مبارح بتعمل شنو الليلة هل في أي حاجة موقفاك ليه أول حاجة شفافية نكون عارفين الشغل مش كيف ما زول يقولك بتعمل شنو والله يشغل بتعمل شنو والله يشغل تجي آخر الأسبوعين يقولك با ما قدرت لأنه كان في مشكلة في الترخيص طب ما تكلمت ليه عرفتوا الفكرة فالفكرة لما يكون في دايلي ستاندوب الناس بتكون طوال كل يوم عارفين لو في معوقات طوال سكرام ماستر بتاعنا بقول أوكي أنا بعرف زول حبتصل به وممكن يساعدنا بقصة الترخيص مثلا فبنقدر نحل الحاجة أو نلقى لها بديل أو نعمل حاجة خلاص ما في ترخيص ممكن نعمله في حتة تانية ما فيها ترخيص لكن كنا نقدر نكون دايما المتواصلين بنقدر نكون عندنا كلنا شفافيا حاجة حاصلة شنو والناس بتكون ملتزمة لأنه إحنا هنتكلم للفريد يعني الناس بتكون ملتزمة إنه تقدر توري عملات شنو ما ممكن زول حي يقول والله لسه لسه دي بتوضح طوال لإنه زول ده هل عنده مشكلة هل ممكن نساعده المشكلة شنو ففكرة دايلي مهمة عشان الناس تتأكد إنه فعلا بعد اسبوعين نحن هنخلص الحاجات اللي قلنا عليها ولو في مشكلة عالية بدري ممكن ما تتعامل كل يوم ممكن تعملوها عن طريقة الواتساب لو الناس ما بتقدر تمشي في الشغل شغالة ريموت ممكن عن طريقة الواتساب إن شاء الله كل زول يدي الابديت بتاعه كل يوم وعنده مشكلة طوالة يقولها بحيس إنه الناس كلها تكون عارفة الحاصل شنو في وضوح في شفافية في التزام وفي حل المعوقات طوالة تحديد لو في مشكلة وطوالة نحن بنمشي نحاول نحل في نهاية الاسبوعين ونحن شغالين في الحكاية دي بننفس كل يوم بنجي لحاجة اسمها تقديم الأعمال بنمشي نقدم الأعمال لأصحاب المصح أوكي دي الحاجات اللي خلصنا يا جماعة قدمنا الندوة الفلانية ودي صور من الندوة مثلا أو دي الفيدباك بتاعة الناس من الندوة يعني توروهم ما بس والله قدمنا الندوة أوكي الندوة كانت مفيدة الناس استفادت شنو نقدم نوري أصحاب المصح هنحنا عملنا شنو خلاص وفرنا الفيتامينات ودي يعني ده بيشوفوا حاجة زي الديمو يعني عملنا شنو عشان هما يكونوا بقى عندهم شفافية للشغل اللي احنا خلصناه ما بكونوا قاعدين زي ما بقولوا اندا دارك منتظرنا المشروح كله يا خلاص اهايجا مع وعياته المواطن اهايجا مع دربته الناس نو كل يسبوع نوم ما بشوف احنا عملنا شنو ما بكونوا عندهم اسئلة كتيرة لأنه قريدي شايفين خلصنا شنو الاسبوع الفات الاسبوعين الفات والاسبوعين ديل هنوريهم حصيلة شغلنا ونسمع منهم update ممكن نقول لك مثلا بالنسبة للتدريب الكشف عن الامرات ده في حاجة جديدة طلعت في تكنيك جديد طلع شوفوا الفيديو ده ويريد تدربوا الناس عليه فبدونا feedback انه نقدر نحسن منه المرة الجاية الحاجة الاخيرة اللي نحنا بنعملها بعد في نهاية الاسبوعين بعد ما نقدم الاعمال لأصحاب المصلحة ونسمع منهم عشان نحسن للمرة الجاية او كده بنعمل حاجة اسمها تقييم الاداء نحنا كفريق بنقيم اداءنا اللي هو اسمه retrospective دي مهمة جدا 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 في الاجائل ليه انه احنا برانا كده لحظة زي ما بقوله لحظة الحقيقة نحنا كاتين نكون مع بعض بشفافية جدا وبطريقة positive يعني ما بطريقة negative انت ما عملت وانت ما جبت لي وانا طلبت منك وانت ما كنت بيترد علينا لا يكون يا جماعة انا شايف احنا عملنا كويس جدا لانه مثلا الناس كلها كانت بتجي الdayly stand up او الناس كلها كانت بتوضح الحاصل شنو فقدرنا بسرعة كان عندنا شفافية الحاجات ال positive يعني what went well حاجات المشت كويسة نتكلم عنها الحاجة التانية بنتكلم عنه الحاجات اللي ما مشت كويس وممكن نحسن فيها المرة الجاية مثلا ممكن تكون حاجات حتى خارج عن ارادتنا لكن نشوف طريقة ندفع دعا ممكن نقول ما قدرنا نعمل اي حاجة من التدريب اللي التفاجنا عليه او التزمنا به لانه كل الحتة اكتشفنا انه بتحتاج تراخص عشان نستعمل الاماكن بتاعتها طيب ممكن نعمل شنو المرة الجاية عشان ما تواجهنا المشكلة بي اولا ممكن في الاول نعمل research يعني نتأكد في الاول قبل ما نلتزم بحاجة هل في تراخص مطلوبة هل كده نمرة اثنين ممكن نشوف هل كان ممكن نشوف اماكن ما يعني ما حكومية ما بتحتاج ترخيص هل كان ممكن بدري نحاول نعالج الحكاية دية ولا لا فنشوف الطرق اللي احنا ممكن نحسن من اداءنا المرة الجاية ما يكون عندنا معوقات ما يكون عندنا مشكلة ممكن يكون نقوله والله كان عندنا مشكلة في الالتزام في ناس كانت ما بتجي وما عارفنا عاملة شنو في الاخر ما خلصوا شغلهم طيب يا جماعة خلينا نتأكد ونلتزم انه السبرينت الجاي او الدورة التنفيذية الجاي يكون في التزام and so on وضحت الفكرة بتاعت دي الفكرة العامة يعني احنا ما نجي كفريق وخلاص عارفين احنا بنعمل شنو الهدف شنو وقسمنا الاعمال يلا نشتغل كل اسبوعين نعمل الحكاية دي يكون الناس كلها عارفة الحاصل الموضوع ما بتكون والله ما عارفين والناس تتأخر وفي الاخر الاسبوعين ما في حاجة تعملت لا لانا نحنا كل يوم في مراجعة والمسؤول من الحياة دي منه بالمناسبة تفتكروا منه المسؤول انه الفريق يكون vintage on time لو في معوقات لو في اي مشاكل بتتحلى عشان احنا ننجز المنسق نعم السكرام ماستر يا ناهد نعم السكرام ماستر ده دوره انه يتأكد الحياة دي حاصلة لو الزول ما جاء بدرو بله انت ما جيت ليه او انت ما حتقدر تجي اللي عندك ظرف ما حتجي الstand up مثلا رسل لنا يقول لي رسل لنا بس الupdate بتاعك على الاقل في مشكلة طوالة يمشي حلة طيب الزول المسؤول انه يتأكد بالنفذة دي كلها مرتبطة بالتدريب يعني ممكن زول يقول لك والله خلينا نخطط الاسبوعين الجادل نعمل حفلة بتاعت احتفاء عشان لما الناس والناس تنبسط برضو الصحة النفسية مهمة مثلا ممكن زول يقول كده يعني برضو حاجة ليجيتميت ويعني برضو مفيدة لكن هل دي في صياق الهدف اللي اصحاب المصلحة مركزين فيه ممكن حسا اصحاب المصلحة مركزين على الامراض الفيزيولوجية ممركزين على الامراض النفسية لانه ممكن فيه جروب تاني مسؤول عن الحكاية دي منه المفروض يقول للفريق لا نحن دي ما فيه السياق الpriorities بتاعتنا خليها بر حسا ممكن خليها بالجنبة ممكن ننظر لها لقدام لكن حسا احنا عايزين نركز عن الاعمال بتاعتنا اللي هي الاعلاقة بالامراض الجسمانية من المسؤول انه يقول للفريق كده ويخلي الفريق مركز في الهدف والرؤية بتاعت ال اصحاب المصلحة متذكرين ممكن الكون يدر ياب ياب الليدر او البرودكت اونر بتاع الفريق اسمه برودكت اونر خلينا اطبع عليكم هنا اللي هو يعني الترجمة الحرفية مالك المنتج هو المسؤول انه البرودكت او الحاجة اللي بنشتغل فيها دي تمشي تحدد الاهداف المرجوة من اصحاب المصلحة او من العميل او الزبون او المواطن اللي هيستفيد من الحاجة دي اوكي تمام جدا طيب اصلا هاوريكم شوية كده لكن انا يعني ما المادة التدريبية اللي انا عملت دي ممكن ما امشي على كل سلايد لكن انا احب يا فاطمة لو ممكن البي دي اف تديه للناس عشان ممكن ارجعوا للمادة دي لانه ممكن في اسامي كثير استعمال ناس ممكن تنسى فممكن المادة دي انتو تقدروا ترجعوا لها وتكون عندكم امكي بخلاص فهمنا الدورة العامة والشغل بتعمل كيف اللي ناوريكم كده الفكرة السكرم بالذات يعني اعجال طبعا زي ما قلت امبريلة كبيرة فيها انواع طرق مختلفة منهجيات مختلفة لكن السكرم هي اللي انا بقول لكم كل اسبوعين بقسموا الشغل وبكون فيها ميتنجز محددة الفريق بعملها عشان انفز كل الميتنجز انا حس اتكلمت عنها في الصورة دي لكن ادخل لكم يعني باسهاب شوية عن ميتنج التخطيط ده بكون كيف بكون مدته شنون الناس اللي بالنسبة لل دايل سكرم وال دايل ستاند بكون كيف اتكلمكم عن الفريق كيف هنحدد الفريق بتاعنا ونفهم ادوار كل زول عشان احنا منكون في فريق ما ممكن يكون عندنا تلاتة سكرم ماستر عندنا بس واحد سكرم ماستر واحد بروداكت اونر وباقي الفريق دايل المثال بتنفز دايل النسب المبدعين اللي عندهم الفكر والقدرة انه ينفزوا الرؤية دي البروداكت اونر اللي هو زي قائد الفريق يعني بنعتبره مش من ناحية مدير يعني هو ما مدير للفريق هو قائد الرؤية قائد الهدف اللي احنا عايزين نصل وزي ربنا السفينة يعني البسوقة يعني احنا كلنا سائجين احنا ممكن في مركبة وكلنا بنجدف لكن نائما بيكون زول قدام اللي بيحدد النمش يمين ولا شمال فدي الفكرة من البروداكت اونر بتاعنا الهدف منه اهم مواجبات انه انه يتأكد انه الفريق بيقدم قيمة فعلية وفائدة قد تكون فائدة مجتمعية قد تكون القيمة الفعلية اللي هي المنتج بتاعنا بتاع الحفاظات انه عملناه وعملنا الحاجة المطلوبة بالمواد المطلوبة عملنا خطة تسويقية مناسبة عملنا طريقة للتوزيع مناسبة كل الحاجات دي ده البروداكت اونر بتكون مسؤول من ينقل الرؤية للفريق ويحدد ليه ما الاولويات يعني ما حنقول من اول ما نبتدي في المشروع خلينا نشتغل عن قيفية التوزيع لا احنا لسه حتى ما عرفنا الحفاظات دي حنعملها كيف والمواد هي شو ما عملنا ريسيرش فدي ما الاولوية حس خلينا نركز في الحاجة الاولى فممكن هو بحدد للفريق الشغل ذات الاولويات كيف لانه كل سبوعين ما الفريق يقابل بحدد هنعمل واحد ادنين ثلاثة والproduct owner هو اللي بيساعد التيم انه يعمل الاولويات دي بيساعد الفريق انه يركز ويمنع التشتت ودايما بيكون متصل مع الفريق يعني ما بيكون حاضر كل الميتن يعني ما الproduct ويكون عنده افكار وحاجات تانية ومقترحات عن كيفية التنفيذ يعني الproduct owner بيقول لهم احنا عايزين ننفذ الحاجات لكن كيفية التنفيذ ممكن تجي من ابداع الفريق فممكن يعرضوا الافكار والproduct owner ممكن يكون بيبدأ رأيه على اساس انه يكون متصق مع الرؤية العامة ودايما بيكون مشجل للفريق ويمنح وطاقة ايجابية دي مهمة شديدة يا جماعة النفسيات مهمة الحكاية ما بس اعمل وان تو سري وهي بس ماثدولوجي لا هي طاقة ايجابية داخل الفريق احنا قبل قولنا الكلتشر بتاع الفريق او الجو العام داخل الفريق مهم شديد لأي فريق انه ينجز انه يكون كلهم مؤمنين بالرؤية او فهمين الرؤية واضحين وهدفهم واحد لين احنا في السودان يعني ما عليش انا اديكم مثلا في السودان لين ناس يعني ما الشي يعني بتعمل حاجات كثيرة ما بتتخيل انه كان زول يعمل ها لانه يعني امنوا بهدف محدد وكل الناس عندها زي ايمان بالهدف وعايزين يصلوا لنهاية معين فدي الفكرة دي applies برضو حتى في عملنا لو احنا عندنا product عايزين نقدمه دي الرؤية بتاعتنا وكل انا عايزين نصر للحقاية دية اللي هو المنسق وكمان نحتبره زي مدرب للفريق لانه يعني بيكون اكتر زول فاهم طريقة السكرام وبتأكد انه نحنا يعني بنعمل الميتين المهمة بتابع مع الفريق وممكن يدرب الفريق يعني المرات الفريق ناس بتمش وناس بتجي الناس بتكون جديدة ما بتعرف العجال شنو فهو بيديهم الفكر العام وبتأكد انه لو زول الجديد يعني طوالي يكون فاهم طريقة شغل لنا عشان ما يحصل لنا disruption وتأخير وربكة في الشغل الفريق خلف الله هو الناس اللي بينفز الأعمال يعني الفريق يعني التيم التيم مثلا احنا لو في شركة وبنصنع الحفاظات دي مثلا example بتاع الحفاظات دي من التيم اللي هو بينفز الفكرة دي فممكن يكون التيم فيه زول بتاع marketing وفيه زول بتاع مسؤول عن التوزيع فيه زول مثلا اللي هو زول chemical أو زول المسؤول عن المواد الخام فدي للفريق اللي هم حينجزوا اللي بيقول لك أنا مثلا انت تكون مسؤول تمشي تعمل لنا مثلا خطة عن التوزيع ده زول من الفريق يعني زول تاني ممكن يكون زول اللي هو هيحدد المواد اللي هنستعمل الفريق عبدالله بيكون تقريبا بين خمسة إلى حداشر نفر ما أكبر من كده لأنه لو بيقى كبير بتضيع الرؤية وبتضيع الحكاية وممكن طبعا لو شركة كبيرة بيكون فيها فرق كثيرة بالمناسبة يعني فريق بتاع يعني فريق بتاع مسؤول من قصة الحفاظات دي فريق تاني مسؤول من حيات تانية الشركة بتعمل ها ممكن يقول بيقدم مراهن حيات زي دي فممكن تكون الفرق مجسم حسب المنتج اللي انت بتقدم ممكن تكون الفرق مجسم حسب الخدمات الشركة أو المنظمة الحكومية بتقدم كده في الحكاية بتاعة الكورونا دي في اتقسم الفرق مثلا حسب الولايات اللي هما شغالين فيها يعني في ناس شغالين في الخرطوم ده فريق الخرطوم في ناس في بحري ده فريق بحري فانتوا ممكن تشوفوا حسب المناسب انه الفريق يتقسم كيف حسب تكسيم الشغل ممكن يتقسم يعني based on this وكل الفريق بيكون عنده مهام محددة وضحت يا خلف الله الفريق من خمسة إلى حداشر نفر يا عبدالله تقريبا 5-11 people in a team typically يعني وده شامل البرودكت اونر والسكرم ماستر طيب اهم هدف لسكرم ماستر انه شنو keep the team on track التيم ماشي انه ينجز الحاجات اللي تزنبع يعني انا من قلتو ويكس انتزمنا بحاجات معينة البرودكت اونر متأكد انه ان الحاجات ملتزمة بالرؤية العامة لكن السكرم ماستر يتأكد انه احنا فعلا ننجز اوكي انا هعمل تدريب انا هعمل ندوات انجزت عملت كل يوم احنا ما كون ساكي كوة لكن بيكون بتأكد انه عندنا ميتين كل يوم الابديت لو انت ما جيت الميتين يارف الابديت منك عشان اتأكد انه الناس انجزت الفكرة انه الفريق نفسه بكل ناس هم هم ذاتهم يعني مسؤولين هم ذاتهم فريق يعني مش فريق ناس قايدين وكذا لا 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 ده فريق ناس مبدعين الناس هم ذاتهم كل زول فيهم ليدر في نفسه يعني يعني عايز اصل لحاجة عايز اصل لنهاية عايز اصل للرؤية اللي نحن عايزين نصليها وعنده فخ بالشغل اللي نحن بنعمل فيه فالفريق المنفس ده دي ما قلنا بيكون متعدد المهارات كروس فانكشنل عشان يقدر يعملوا انواع مختلفة يعني المنتج بتاعنا بتاع الحفاظات تاع الاطفال ده يعني عايز زول يكون فاهم في المواد والحاجات الخام عايز زول يفهم احنا هنسوق كيف عايز زول يفهم هنوزع كيف عايز زول مسؤول من التستين التجارب يعني هل هنشيره هنوديه في حي معين هنديه لبعض الامهات هنقول لهم جربوه ونشوف الريزولت صح ففي حاجات يعني يفيد منهم يعني بس لفترة معينة مش كل يوم لازم يكونوا معنا تيسير سألتي هل من الصحيح تكسيم الفريق على أساس الخبرة كل قسم حسب خبرته في مجال ولا أفضل الدمج لتعلم الجميع في كل المجالات بنفضل الدمج عشان يكون الفريق كروس فانكشنل زي ما قلنا كلهم شغالين مع بعض يعني عندهم هدف مع بعض سوا لأنه بالطريقة دي أول حاجة كل الناس حيتعلموا تاني حاجة إحنا كفريق ما حنكون مرتبطين بفريق تاني يعني إحنا عايزين نعمل مثلا جربنا صنعنا سامبل من الحفاظات دي ما عايزين فريق تاني بتاع تاستين الفريقة التانية اللي حيمشي يعمل تاستين ويجربوا الحفاظات دي دول للأمهات ويجيبوا لنا الريزالت زول مننا يكون عشان نحن ممكن دالك يكون بيعملوا تاستين لناس تانيين ومشغولين ويأخرونا لكن لو زول عندنا زول في جو فريق مسؤول من الحكاية دي ده نحن برانا كفريق بنكون وما مرتبطين بفريق تاني يعطلنا ممكن يكون في فرق للأعمال الكبيرة اللي ما ممكن مثلا إلا زول واحد مثلا يعمل أو فريق تاني يعمل ممكن يكون في فريق مسؤول عن التصاديق مثلا عامة للشركة كلها خلاص ده أوكي لكن أكتر ما نقدر نجيب ناس داخل فريقنا إنه نقدر برهانا ننجز كل شي من A to Z بتكون الفريق مور efficient وبنقدر ننجز أسرع فريق التطوعية طبعا التطوع غير عن الشغل بتاع أنا عندي بزنس وكذا لكن حتى الأعمال التطوعية يعني أنت تطوحت عشان عايز تفيد مج عشان بس تظهر فلازم يكون زول بنقدر نعتمد عليه حتى لو أنت ما حتقدر مثلا أسبوعين القيادة عندك زرف تكلم تكلم الناس من أول أنا عندي زرف ما حقدر خلاص إذن هما لما يخططوا ما حيخططوا حاجة يمسكوا عليك يكونوا عارفين يعني يخططوا أقل أو لو حصل لك زرف في النص طوالي في الستاند بتتكلم عشان ناس يقدروا يشوفوا هل في زول حياخد شغلك هل حنأجل شغلتك هل في زول حنقول انت شغلتك أجلة وأمسك شغلة فلان لأنه دي أولوية كده فممكن مدام في communication الناس بتكاتفوا عشان يتغلبوا على المعوقات ويتشاوروا ويتعاونوا يوميا عشان نصل للنهاية الحاجة الثالثة المهمة الشديدة زي ما أنا قلت لكم لازم نتقبل اختلاف مهاراتنا وخلفياتنا ونعمل بروح أخوية صادقة ده ما كلام كتب الفريق أي فريق شبت هس إحنا عندنا في أمريكا الناس كل يزول جاي من حكتة يعني مثلا أنا جاي الناس من جنسيات مختلفة أو حتى مختلفة أو حتى خبرات مختلفة لكن إحنا كلنا عندنا خبرات لا علاقة بالمشروع بتاعنا وشغالين فيه مع بعض خلاص أنا حتقبل أنه مثلا أنا زول سأل سؤال يعني كيف ما بتعرف الحكاية دي ما واضحة ما ممكن واضحة لي لأنه أنا دا تخصصي لكن هو ما واضحة لي وأنا مفروض أتقبل أنه في اختلاف ولو سأل سؤال أو اقترح حي أنظر ليها كا اقتراح من زول يعني خارجي أداك اقتراح دي ممكن تفيد مرد داخل في حاجة وما بتسمع كلم بتفقد الفرايتي أو التنوع فكونا نستفيد من التنوع بتاعنا دي أهم حاجة دي حاجة طبعا بلايس حتى في بلدنا في السودان كل واحد فينا من حتة كل واحد تفكيره مختلف مهاراته مختلفة خلفياته مختلفة حتى الطريقة يعني أنت أبروتش الشغل بطريقة مختلفة نتقبل اختلاف بعض ونعمل مع بعض بطريقة إنه إحنا يا جماعة جايين نكون هدفنا ننجح سوا ونجاحنا نجاح الفريق مع بعض فتركيزنا بكون على الأولويات وإنه ننجح كفريق مع بعض دي أهم حاجة في التيم يعني إحنا اتكلمنا البرودكت اونر أهم حاجة مفروض يعملها شنو سكرام ماستر أهم حاجة شغلانت شنو ده الكروس فانكشنال تيم أهم حاجة لنا إحنا كفريق منفذ دي الحاجات دي التشاور التعاون التكاتف التركيز على الأولويات وتقبل المهارات المختلفة في سؤال التيم ليدر كدور وظيف في أو لا هل هي مجموعة من مهارات تكتسب حاجة متعلقة بالشخصية أكثر البرودكت اونر ده ممكن يتدرب عادي يعني ممكن يتدرب لكن أهم حاجة مرات يعني يكون عنده تركيز على التفاصيل تركيز على العميل يعني ما يكون هو ذاته عايز يعني راسه يعني نقوله راسه ناشفة وعنده فكرة هو عايز يرفز براه من غير ما يشوف العميل عايش شنو ممكن تكون حاجة ممكن أنا طريقتي كده لكن لما أتدرب أتعلم أنه أنا كبرودكت هدفي أنقل رؤية العميل للتيم وهدفي لما أنا يقوله أنا مثلا كبرودكت اونر بقدم البرائيوريتيز للتيم مش عشان أنا أكون مدير عليهم والله يتعملوا كده كده لا أنا هدفي أنه أوصل الرؤية دي أوصل للفريق ده يا جماعة ليه ده مهم فأنت يعني لازم الشخصية ذاتة بتحتك بتتدرب ما بس البروسس أي زول ممكن يتدرب طبعا في ناس ممكن يكونوا يعني بيسموشنوا يعني ستك في عقليات القديمة وما يزين يتطوروا دي بتبقى صعبة طبعا وبيكون فدائما إحنا بنحاول نختار الشخص المناسب للمكان المناسب وكمان ندربه يعني ما في زول بيكون طوال جاهز هل من صلاحيات قائد الفريق إضافة أو حزف شخص من الفريق لا لا لكن دي ممكن تكون لو في زول مثلا تعبنا في الفريق ما بيلتزم وما بيجي وكل الحاجات دي السكرام ماستر ممكن يعمل معاه وان عن وان يعني يعمل معاه يكلم معاه ببراه يحاول يفهم منه المشكلة شنو يحاول يشوف لو ممكن يحل المشكلة زول ما بيجي ما ملتزم يحاول يوضح له أهمية الالتزام وياخد منه يعني زي وعدة بالالتزام حاجة زي دي لو الزول استمر وما في طريقة كله كله وده زول ما مناسب للفريق خلاص بنرفع الموضوع ده للليدرشيب خارج التيم المدير بتاع الزول دي يعني على أساس انه هم يحددوا المطلوب شنو لكن البرودك ما هو مدير is not a person manager يعني ما مدير داخل للفريق انا هطلعك ورا هدخلك لا لكن يعني scrum master يعني هدفه انه يخلي الناس تشتغل مع بعض ويساعد كل زول وبالمناسبة حل النزاعات والخلافات اي فريق بتحصل فيه مشاكل اي فريق لو جا فريق كده كل حاجة جميلة بتحس في حاجة غلط بتحصل في البداية المشاكل بعد كده الناس بتتعود وبعد كده بتتغير الطريقة بتاعته ده كله مع الopen mind بتاع الفريق الناس بتجي يعني بopen mind وكمان شغل scrum master انه يجرب ويحاطى النظر دائما لكن ما بقدر اقول لكم يعني حيجي يعني اي زول عمركم ما هيكون في زول متعب جدا في الفريق ومحتاجين تطلعه لكن قبل ما الزول يفكر يطلع زول اول حاجة نفكر كيف احنا ممكن نساعد الزول ده نجرب وللفريق قد يكون بتصرف كده لانه حاس انه ما فاهم شغل الفريق ما في زول ميوريه هل طلب قبل كده من الناس توريه ما في زول يشتغل باه قام حاس انه كده يعني برا فبيقى يا خبر الله على كله نظرتي ما حيجيكم وانا حتأخر وفقد يعني الاهتمام فممكن يعني احنا في الاول نجرب نجيب الزول ده لانه ممكن يكون زول ينتهي انه يكون زول مفيد جدا للفريق وزول يعني وجوده مهم لكن نفهم الابروتش فالحيات الشخصية والنفسية والحيات ده شغل في الفريق شغل النفير في المدن كمثال حي حيلو ده كشغل مثلا كمثال اللي عمل الفريق يا سمو قال حيلو نعم نعم الناس تكاتفوا مع بعض يتقبلوا يتقبلوا الاختلافات ويلتزموا على الحاجة اللي عايزين يعملوها ممكن بسرعة فريق يتكون ينقذوا حاجة والفريق خلاص ينتهي يتفرتق مرات في الحاجات التلطوعية بتحصل حاجات زي دي تكون فريق يعملوا هدف معين الفيضان حصل ناس صدقات جابوا الناس عملوا عملوا لهم فريق انتوا مسؤول من الحتة دي الفريق ده الفريق ده مسؤول من الحتة التانية خلاص اشتغلوا الفريق نظموا نفسهم وخلص نعملوا نعملوا هنا انا انا ادي انا ادي انا انا لما تمشوا وطيجوا عايزين تبدو مشروع عايزين في شركة شغالين كفريق اي حاجة لازم تكون عندكم تكوين الفريق لازم تعملوا النشاط بتاع تكوين الفريق تتكلموا عن الشغلانات يعني المسؤوليات بتاعة كل زول في الفريق دي مسؤوليات دي مسؤوليات دي مسؤوليات وتحدد الادوار في الفريق دي من الحاجات المهمة الشديدة لازم تعمل انا اقبل وريتكم عشان عايزاكم لما ترجعوا ترجعوا بي يعني انا مترجعوا للدك دي وتبدو تستعملوا حاجات زي دي عشان لما تبدو مشروعكم تستفيدوا اول حاجة بتعملوا بتقط المخرجات تاني حاجة بتحددوا فيها الرؤية والاهداف وحتجيسوا كيف بعد دا بتحددوا الفريق هو منه والاهداف بتاعة المسؤوليات بتاعة كل زول في الفريق تعرفوا الأدوار في الفريق هي منه وبعددت تبدو يلا نبدأ ننفذ كيف نقسم الشغل لما عملنا الشغل بتاعنا كيف هنقسمه انا عايز اديكم اكزامبل حسة هنا بقى هدخلكم التول للقبال كلمتكم عنها لما نحددنا سوري هنا ايوه حدوكم كذا اكزامبل يعني دا اكزامبل من شركة اللي علاقة بالزراعة الناس عايزين اعملوا مشروع بتاع زراعة مشروع يعني بتاع زراعة بتاع تقمح ولا صوية ولا كذا في منطقة معينة فده المشروع فحددوا انه عايزين نعمل زراعة وعايزين نبيع وكذا والرؤية والحيات دي كلها ما حارجع للرؤية لانه كلمنا عنها كتير يلا عايزين يكون عندهم الشغل بتاعهم على شفافية يعني الشغل القديم كان بيكون في بروجيكت بلان كبيرة والناس تدخل مايكروسوف بروجيكت يكون عندهم خطة مكتوبة وكذا انتوا ممكن تستعملوا طول هنا اسمها trello trello.com اي زول فيكم ممكن حسا لو ما داخلين بالتلف ممكن تدخلوا trello.com وتعرفوا انه دي فري طول فري يعني ممكن انتوا تستعملوها من غير ما تدفعوا فلوس ولا اي حاجة الشركة بتاعتكم او المشروع بتاعكم ممكن تستعملوها على اساس انه تعرضوا الشغل بتاعكم بطريقة واضحة انه تستعملوا البور دي كل ما تتقابلوا عشان تخططوا شغلكم اديكم اكزامبل كيف هنستعمل لو تتذكروا انا قبل قلت ان احنا مهام يعني مثلا ده مشروع بتاع زراعة ده اكزامبل تاني نددكم كذا لكن هسا نجرب مشروع الزراعة ده اكزامبل تالت ده الناس عايزين يعملوا مشروع عايزين يزرعوا حاجات ويبيعوها اوكي 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 فقالوا احنا عشان نعمل للشغل بتاعنا عندنا لازم في اعمال بتاع التجهيز التجهيز بتاع الزراعة قبل ما نزرع لازم نجحز اسم التطبيق وعشان تعملوا وتنزلوا trello.com اوكي بس تدخلوا بالتلفون ممكن وباللابتوب ممكن او ممكن تعملوا البرد بحيث انه اي زول يدخل هنا ممكن تعملوا وتعزموا ناس في الفريق بتاعكم يكونوا داخل البرد هما بس اللي يقدروا يشوفوا فجربوه ولعبوا فيه لكن انا حاوريكم حاسة فكرة عامة عنه هي عبارة عن بورد بس كده زي كأنك عندكم بورد في الحيطة بس دي بورد في الكمبيوتر ودي اوراق كروت داخل البورد زي ما تكون تلصق لك الاوراق اللي بتتلصق دي تلصق يعني ممكن يكون عندك بورد عادي في الحيطة وفيها الاوراق دي ملصقة الكولوم الاولى الجدول الاول بيكون الكاتيجوريز الكبيرة يعني تكسيم البكتز بتاعت المهام يعني الكاتيجوريز يا جماعة بالعربي شنو الكاتيجوريز معليش بتطير منك كلمات مرات فئات ايوه الفئات شكرا فئات الاعمال فعشان احنا مشروعنا بتاع الزراعة عايزين في فئة بتاعت التجهيز شغل بتاعت التجهيز في الزراعة نفسها الشغل بتاعت الزراعة انه كيف هنزرع المحصول بتاعنا ده وفيه شغل بتاع الحصات هنحصده كيف وكده وفيه شغل بتاعه هنوزعه كيف ريس فدي المشروع بتاعنا احنا عايزين مشروع بتاع زراعة فبنقسم بنحدد ايه هي الفئات بتاعت الاعمال في الاول هاي لفل يلا نقول للتسعين يوم الجاي للتلاتة شهور الجاي لانه ده طبعا كل الموسم يعني بتاع الزراعة وكده قول هو تسعين يوم التسعين يوم الجايح هنعمل شنو يلا نمسك الفئات دي نقسم لي اعمال محددة وكد تخلص كل واحدة فيهم في خلال اسبوعين اوكي ما هنقول والله احنا حسنا هنشتغل في التجهيز لا التجهيز ده ما كبير فيه حاجات كتيرة شنو بالزبط هنعمله فنقسم التجهيز فيه تخصيبه تربة لازم يحصل فيه ليزر ليفلينج اللي هي تثبيط الارض بالمكانات وكده عشان ما يكون طالع نازل الارض توزيع السماد تحديد المبيدات اللي مفروض نعمله من الاول وتوزيع المبيدات على المبيدات تتعمل في التربة قبل ما الزراعة زاتة تحصل فيه الشغل بتاع الزراعة مفروض يكون عندنا توزيع البزور مبيح نشتغل في اتنين فدام بس في التسعين يوم الجاية دي السقاية هنزقي ممكن بدي نزقي على ثلاثة مراحل الحاجة الزراعينة دي وممكن الزقاية تكون يعني عندها اوقات محددة بعد ذا نجي لوقت الحصاد عايزين نحدد الأدوات اللي هنستعملها في الحصاد هنحصد بشنو هل هيكون باليد وبس يعني باسكتس الناس شايلة بتحصد ولا عندنا مكانات ولا بالزبط الاتفاق مع العمال اللي حيعملوا الحصاد وبعد ذا هنخلص الحصاد نفسه هنحصد بعد ذا التوزيع هيكون كيف هنجهز المخازن هنحق السيارات الترحيل ممكن يكون في حاجات تانية طبعا أنا بس عملت شوية examples عشان انتو تشوفوا كيف انتو ما يكون عندكم فكرة بتاعة مشروع تقسموها لفئات مهام وتقول الفئات دي تقسموها لمهام محددة تتعامل ويلا تفتكروا الخطوة التانية اشنو الفول السوداني ثلاثة سيجايات اوكي اصو موان تمام الاكزامبل دا كان بالمناسبة الناس عايزين يعملوا سوية فممكن يكون سوية زي الفول السوداني كويس انا ممسا بتعلمت كثير عن الزراعة من شغلي مع بعض المشاريع كانت كده مشروع الجزيرة ويجيما عدل كان عندهم حاجات فواحد اتعلم شوية terms وكلمات ذاته مفيدة شديد فتفتكروا بعد ما حددنا كل الشغل المفروض نعمله للتسعين يوم الجاية تفتكروا احنا بدأ ننفس كيف شغلنا احنا كفريق اوكي حددنا المفروض كل الشغل للتسعين يوم الجاية مفروض ننجزه هل حنبتدي بس يلا كل زول اشي اللي حاجة يعمله مثلا سمو قال حياخد دي وجيلاني حياخد دي وفاعت ما تاخد حياة الحصاد يعني والي حنعمل شنو بالزبط متذكرين دي؟ نعم جايلاني احنا assuming ان احنا قردي خلاص حددنا المقاييس وعملنا الرؤية والمقاييس وحسا جينا للتنفيذ هس احنا في طورة التنفيذ فخلاص عملنا زي ما بقوله الباكلوغ الحاجات اللي عايزين نعمله للتسعين يوم القادمة اللي هي دي دي الحاجات المفروض نعمله للتسعين يوم القادمة يلا بعد كده عايزين نقسم الشغل بتاعنا ليه حنعمل شنو للاسبوعين القادمة يعني هنا بعد تو ويكس حنلتزم بشنو الشغل ده ذاته نقسمه ليه كل اسبوعين حنعمل شنو حننجل شنو فخلينا نشوف مع بعض مثلا نهيه ده هنبدأ المشروع احنا جينا الميتين بتاع التخطيط مش قولنا هنجي نتجابل نقول عايزين نخطط اول خطوة بنعملها كفريق لما ننفذ بنعمل التخطيط ممكن لما نجي نتجابل هنقول احنا ممكن نبدأ بشنو طبعا البرودكت اونر بتاعنا اللي هو قايد الفريق بيكون جسم عمل الشغل رتبه بالاولويات يعني ما حيقول لنا الحصاد هنا نمر واحد لان احنا ما ممكن نحصد لو ما زرعنا لو ما عملنا التربة وما يجهزنا فهو بيكون مجهز الحاجة ده already بالpriority لكن قد يكون واحد مننا في الفريق في البلان يقول يا جماعة قبل التخصيب في حاجة مهمة مفروض نعملها تانية ممكن يقول لنا حاجة مهمة في زور بيفهم في زراعة يقول لنا حاجة مفروض تتعامل قبل الحاجات دي كلها مثلا اوكي شكلكم ما زرعين شديد لكن ما مشكلة ممكن حتى نقول تسوير التربة مثلا تسوير الارض مثلا مثلا يعني ممكن نقول بس حاية كده على اساس انه عارف الضاد وين ماليش انا بستعمل بسموشنه كيبورد انجليزي وفيه بحاول ألاقي الحروف سوري يعني اوكي ما مهم تسوير الارض خلاص نزافة الارض ايوة ممكن نقول نزافة الارض ايوة ممكن نقول تسوير والنزافة الارض بالزبط فزول من الفريق ممكن نقول لنا يا جماعة التجهيز ده بيحتاج اكتر من بس طوالي احنا نبدأ ممكن لازم نعمل نسور الارض ولازم نعمل نزافة فانا عملت شنو انا دستة كده عشان تتعلموا بس الترالوزات وبيشتغل كده دستة هنا تحت التسعين يوم دي عملت Add Card يعني زدت لي كارت جديد وطبعت فيه تنظيف تنظيف الارض ورافر الزاوين ما عارفها لكن هاقول هنا بس كده هاقول تنظيف ماليش اللغة بس عشان اقدر اطبع لكم حال اوكي تنظيف الارض اوكي تنظيف الارض دي زاتة فيها شنو يعني داخل التنظيف زاتة تابعة تابعة شنو هادوس هنا واغل Open Card ولما افتح الكارت بتاع تنظيف الارض ممكن اول حاجة حدد له اللابل اللي هو تابع تابع تحت التجهيز فبقوم اعمل اقول له ده تابع للتجهيز اوكي تنظيف الارض زاتة ممكن يكون يعني داخل فيها حاجات محددة عشان الفريق يكون عنده وضوح شديد يعني التنظيف زاته ممكن يكون فيه قول لي فيه شنو مثلا زول يقول لي التنظيف عبارة عن شنو تنظيف الارض داته بكون بشنو يعني بنعمل شنو في الاول مثلا عشان ننظر بنقلع الحشايش بنحرس الارض زاتة في حد نفسها يس فهنقول مثلا نشيل الحشايش امر اثنين هنقول نحرس الارض انا بس بطع يعني كده اكزامبل يعني انتو بتكتبوا الحاجات اللي مفروض تتعامل ليه عشان الزول اللي حيلتزم بتنظيف الارض ده ممكن يكون نفر واحد ممكن يكونوا ثلاثة عن فارد حيقولوا نحن حنلتزم بالتجهيز طيب ممكن كل زول فيهم يحدد هو حيعمل شنو ولو زول واحد حيعمل يكون عارف احنا متوقع شنو بكلمة تنظيف الارض ده يكون واضح يعني احنا متوقعين شنو عشان ما يجوا لكم والله يجي بس نجش الارض كده وقال لكم خلاص خلصت التنظيف احنا ما وضحنا له وهو معزول لانه ما وضحنا له تنظيف الارض معناته شنو بالزب فالوضوح مهم زي مشروعك يا جيلاني بتاع التخريج انه الوضوح ما كان واضح وانت عملت الحاجة انت شايفة مناسبة وطلع الدكتور عنده فكرة تانية فان احنا كبرودكت اونر وكفريق بنكون عندنا وضوح عن تنظيف الارض دي شاملة شنو بالزبط احنا ممكن في البلانينج نقول لا احنا محتاجين نعمل تنظيف الارض في الاول زول في الفريق يقول البرودكت اونر يقول والله صح خلينا نضيفة طيب يلا خلينا نخطط هنعمل شنو عشان نبتدي ننجز زول حسا سموأل قال شوف احنا حسا كايننا بنعمل بلانينج ميتين لاحظوا حسا سموأل كجزء من الفريق قال احنا لازم في الاول نقوم بسقاية الارض في الاول قبل ما يعني قبل الزراعة اوكي فممكن نقول انه قبل توزيع البزور السقاية الاولى دي لازم تتعامل يعني غيرنا توزيع البزور قبل عملنا السقاية قبلها مثلا في زول قال عمر قال المرطب مفروض يعملوا للجامح قبل البداية لو هو قبل الزراعة او قبل التخصيبة التربة انا ما عارفة لكن ممكن نقول هنا المرطب توزيع توزيع ما ليش انا توزيع المرطب ما ليش دي مفروض تكون طالة لكن اهي مرطب مثلا نقول دي بتكون تبع مثلا توزيع المرطب خلاص توزيع المرطب دي ممكن نقولنا عايزين نخطة تبعياته خانة يا جماعة دي هتكون في تبع التجهيز مش كده نخطها تحت التجهيز واضح لكم كيف انتم ممكن تستعملوا التول دي عشان تحددوا الاعمال المفروض تتعامل اتنظموها تاخدتوها كده مثلا او تقولوا اوكي دي الحاجات المفروض نعملها قلب التربة ممكن برضو خلاص اخدنا اجزامبل احنا يلا بنجي للبلانينج زي ما قلت لكم ممكن الفريق يكون عنده شوية افكار لكن الهدف من البلانينج انه احنا كتيم مفروض نعمل القاعدة انا خليكم اقول لكم في الاول الهدف وبعد كده احنا نعمل البلانينج مع بعض يعني الهدف انه نوضح الاولويات حس احنا عملنا الحاجات دي مع بعض التيم اتكلمنا وشوفنا الاولويات المفروض تتعامل شنو واتفاق على المهام اللي حنلتزم بيها للفترة التنفيذية القادمة يعني الـ 2 weeks سجيحة نعمل شنو الاجتماع ده مدة ساعة او ساعتين حسب يعني طبيعة العمل وبتعامل في بداية كل دورة تنفيذية الدورة التنفيذية يجي معها اسمها sprint اسمها الـ sprint فكل sprint اللي هي الدورة التنفيذية اللي هي مدة تسبوعين اول حاجة بتبدأ بالتخطيط عن خطة حنعمل شنو مين المسؤول انه الميتينج ده يكون مزبوطه كده الـ scrum master منسق الفريق بيحدد اليوم بتاع الاجتماع واي حاجة اتفقنا فيها يعني الناس التزمت بيها بقيدة وحواريكم كيف نحسها كيف هنقيد المخرجات بتاعت الاجتماع دي مين المفروض يكون في الاجتماع فريق العمل كله بما فيه scrum master والproduct owner نتيجة الاجتماع المرجوة من التخطيط هو وضوح نجاط التركيز الناس عارفة هنشتغل في شنو يعني الالتزام بالاعمال محدد مش اي شي تاني الليستة طويلة لكن هنكون حددنا حاجات محددة هنشتغل فيها وبنعرف كمان كل زول هلتزم بشنو يعني هنحدد الowner لكل مهمة نحنا التزمنا بها فحيكون فيه التزام وضوح الحاجات المهامة اللي هنشتغل فيها والتزام كل عضو بالفريق بالمهام المطلوبة منه للدورة التنفيذية القادمة هل ممكن دمج بعض المهام لمشروعين مع بعض مثلا فيه تراخيص مطلوبة لمشروعين في مؤسسة ممكن فرد من اي فريق يقوم بالمهمة دي ولا شرط كل فريق يؤدي مهامه بشكل منفصل عامة تانية يصير بنحاول انه كل فريق يؤدي مهامه بس ما يشتغل لمهام تانية لكن دي كلامك دي خليني أفكر هل مهمة التراخيص دي مهمة جنرال يعني ما مرتبطة بفريق معين إن جنرال يعني بنحتاج دايما شركتنا تراخيص كتير هل بنحتاج نعمل فريق بس للتراخيص أو يكون عندنا زول معين ما ضرور عضو في فريق يكون هو مسؤول عن كل التراخيص فالناس بتمشي له لما نعوزه بنمشي له نقدم له ويعمل لنا التراخيص ممكن تعملها بالطريقة دي بدل ما يكون عندك في كل فريق زول مسؤول من التراخيص وممكن ما تكون يعني مور إفشيين إنه يكون عندك زول في كل فريق فإنتوا تفكروا تشوفوا الأنسب شنو حسب كمية التراخيص وحسب يعني أنواع التراخيص هل ممكن يكون عندكم نفر نفرين في الشركة مسؤولين عن كل التراخيص وخلاص تبقى لكم أسهل فخلينا نمشي هنا نشوف إحنا عشان نبضل الزراعة بتاعتنا والمشروع بتاعنا كيف حن حنلتزم بشنو فده البلانين بتاعنا حصل إحنا في بلانين وأنا الممكن يكون أنا لسكرام ماستر فأنا أدير الاجتماع هكون لاجتماع لكن خلينا نحدد زول أنا شايفة في كازة زول عبر وشكلكم فاهمين شوي في الزراعة فخلينا نقول سموأل أنت تكون اللي هو أنت لو في سؤال من زول أنت ممكن توضح لنا أوكي طيب أنا كسكرام ماستر هقول هاي جماعة عايزين تلتزموا بشنو سموأل في الأول حي يقول لكم يا جماعة الهدف من الأسبوعين الجايين هو نجهز الأرض عشان اسم الشدية عشان نكون جهزين للزراعة ممكن لفريقي يقول أوكي دي حاجات كثيرة شديدة ممكن ما نقدر ننجز ده كله لكن خلينا نشوف خلينا نشوف الأولويات خلاص حيقوم سموأل يقول لنا أنا هرتب الحاجات دي دي الأولويات بتحتي أنا عايزة بالترتيب التنظيف الأول بعدين المرتب بعدين التخصيب بعدين بعدين توزيع المواد بعدين نحدد المبيدات ونعمل مبيدات في الأرض قبال منازرة أوكي دي الحاجات كلها الحاجات التانية ممكن لقدام طيب يلا يا فريق حنلتزم بشنو فقلوا لنا يا جماعة عايزين تلتزموا بشنو باستدون الأولويات دي يلا أنتو في كفريق حتقولوا أوكي عايزين تخيال ليه ممكن ندي أسبوعين الجادي نقدر نخلص التنظيف وتوزيع المرتب وممكن نعمل تخصيب التربة أوكي ممكن زول يقول لا تخصيب التربة ده موضوع طويل آم ممكن نحاول أتليس نحدد المبيدات المطلوبة لأنه نحن مثلا الفترة الجاية ما كل الناس في الفريق متوفرة أو دي حاجات يعني كتيرة ما نحن نقدر نخلصها في أسبوعين أوكي تمام التيم اتفق الموافقة سموال على الكلام ده أوكي سموال عايز كمان نجهز الآلات الزراعية اللازمة نعم ده ممكن يكون برضو جزو من ممكن نزيدها هنا أوكي تمام جدا فالفريق حيقول نحن هنجهز الحاجات الفلانية دي هنلتزم بها للنكست تو ويكس الاسبوعين اتجايين نحن هنلتزم بالحاجات دي أوكي منو لحي يلتزم يا جماعة تنظيف الأرض خلينا نشوف كل واحدة ده كله يا جماعة احنا حسا بنعمل تنظيف الأرض دي يا جماعة فيها شنو وضحوا لينا المطلوب شنو عشان نقدر نلتزم عايزين نعمل الحاجات دي كلها أوكي منو عايز يلتزم هل مثلا سحر عايز تلتزمي أو دي مثلا عندي طبعا أسعى مناس ساكت لكن دعاء هتلتزم بتنظيف الأرض اللي هتتأكد أنه يعني تشوف الناس هل حينظفوا والحاجات دي كلها وهي مسؤولة أنه الموضوع دي يتم ممكن كمان أنتوا تقسموها بطريقة أنه هنا تكون أنه كل زول في التيم يكون يعني ياخد واحدة من المهام اللي علاقة بتجهيزات الأرض ممكن تعملوا كده برضو بس أعتقد دي لازم تدفعوا فلوس عشان تستعملوا الخاصية دي فمفضل أنه ممكن تمسكوا زول هو الحاجة أو لو عايزين تقسموها ممكن تقول قسموها يعني ممكن أقول أنا الشغلانة دي كبيرة ممكن دي الشغلانة الأولى أعملها كاريت براها يعني مهمة براها عشان زول تاني يعملها قلبتها كارد عشان زول تاني يقدر ينفزها ففضلوا اللي اتنين بس دعاء حتعملهم والتالتة اللي هي دي أنا شلتها قدت أعملها براها لأنه في زول تاني ممكن ينجيزها ممكن أشوف زول تاني ينجيزها أختار ممبر هنا وأقول دي عبير حتنجيزها مثلا أو حنان أوكي أو ممكن عبيره حنان مع بعض وضح لكم هنا انتو كيف لما نتحددوا الحاجات حنشتغل فعل للإسبوعين الجايين أو للسبرينت الجاي بينجر الكروت نخطها هنا تحت القولمة اللي هي بتوريك السبرينت سجلة المهمة المهام للدورة التنفيذية القادمة يعني الناس 14 دي هنعمل شنو هنجر الحاجات زي ما أنا جريتهم خطيتهم هنا لكن ما بس كفاية لازم أحدد مينو الحينجز الحاجات دي لازم أحدد الأونر لأنه ده المسؤول لما نجي للستانداب بعد ده كل يوم دعاء هي اللي حتكلمنا وصلت لشنو في الحاجات دي قد يكون كمان في ديدلاين يعني لازم تنضيف الأرض يتم قبل يوم معين لأنه عندنا الموسم وحاجات كده ممكن نحدد يوم 28 لأنه إحنا شغالين في فترة أسبوعين فميبي عابير بتقدري دعاء قبل يوم تبنيه عشون تقول لنا لا على يوم 2 بنقدر نكون مناسب فنقوم نحدد اليوم ده ممكن حتى تعمل يجيها إيميل يذكيرها إنه الحكاية دي مفروض تخلص في الوقت الفلاني فإنتم ممكن تستعملوا التول دي عشان تفيدكم وأي زور ممكن يدخل يشوف المشروع حاصل فيه شنو يا جماعة تنضيف الأرض حاصل فيه شنو أو أوكي هي دعاء شغالة فيه ومحدد إنه تخلص على يوم 2 ودعاء برضو ممكن كمان تكتب نوتس يعني ممكن حتى تجي تحدية تكتب شوية معلومات هي وصلت لشنو ممكن تكتب كومنس هنا تقول أنجزت عملت كده ممكن تقول حاجات يعني لو في حاجة تفتكر مفيدة للفريق يعرفها وضحت يا جماعة فكرة البلانينج حددنا الحاجات اللي حنعملها حددنا الأونر منه لو في تاسكات معقدة شوية ممكن زي ما قلنا نعمل فيها تفاصيل نعمل تفاصيل يعني تنضيف الأرض ذاته شامل شنو حددنا الأونر منه لو في تاسك عندها محدد يعني ما بس خلصها في نهاية الستفرينت أو في نهاية الأسبوعين لأ عندها يوم محدد ممكن نحدد اليوم ودي الالتزام بتاعنا إحنا في نهاية البلانينج بقول يا جماعة ها خلاص ملتزمنا وافقتوا يا شباب كله تمام ولا لا في زول قال هنا جايلاني سأل الفكرة الطرحتها يرفض المنسق أم المدير لو زول طرح فكرة جديدة بالنسبة للمشروع المدير أو قائد الفريق اللي هو التيم هو البحدد لو الفكرة دي مناسبة ولا لا أو هي في سياق الفوكس بتاع المشروع بتاعنا ما المناسب ففهمنا البلانينج في أي سؤال عن البلانينج يا شباب تاني أنا أعزي أوريكم باقي الميتينج بتاعت السبرينت كيف أنت لما تنفزوا بديتوا بالبلانينج الخطوة الثانية شنو في أي سؤال أوكي طيب ده الهومورك بتاعكم أجل لما تمشوا تعملوا المشروع بتاعكم يتذكروا إنكم لازم تعملوا بلانينج ولازم الفاسيليتيتر هو اللي بيكون بيعمل بيوري التيم الحاجات المفروض تتعامل وبيكون عنده لو عندكم البورد هو بيحدد الحاجات يعني بيحرك الحاجات في البورد بيخط مثلا دعاء أنت الأونر يدعائكم يتأكد إنه اسمها مكلوب هنا بيحدد لو في deadline لو في activities بيساعد التيم إنه يوضح الحاجات فده المخرجات بتاعة البرانينج إننا اتفقنا وعرفنا هننقص شنو في sprint اللي هو two weeks اللي ست المهام اللي التزمنا بالمناسبة يجمع اسمها sprint backlog يعني سجل المهام للدورة التنفيذية ده سجل المهام للتسعين يوم ده للأربعة عشر يوم القادمة بس هلتزمنا نحنا بشنو أوكي طيب احنا قلنا لازم يكون عندنا المراجعة اليومية أو اللي هو عبارة عن هدف إنه يكون في شفافية وإفادة الفريق بالتطورات اللي كل زول انجز شنو وكل هو بينجز وصل شنو خلص شنو وحيشتغل في شنو ولو في أي معوقات محدد يعني الناس ما بتقع تتكلم كثير كل زول تحكي قصة حياته ولا أي حاجة ميتين محدد يعني ماذا انجز الأمس يعني خلصت شنو مبارح اشتغل في شنو هتشتغل في شنو الليلة وهل في أي معوقات أو محتاج أي مساعدة بس الحدف إنه الناس كلها تعرف إحنا شغالين في شنو كلنا وماشي كيف ولو في أي معوقات عشان أي ممكن زول من الفريق يقدر طوال يساعد يحل المعوقات دي أو لو ما في زول السكرام ماست طبعا هو المسؤول الأول مدته عبارة عن 15 minutes only التوقيت يوميا الناس تحضر شخصيا أو يمكن يعمل إفادة عن طريقة الواتساب في طبعا في شغل ال والنتير ويرك وكده التطوع يعني الناس ممكن طبعا كل أسبوع كده لكن في الشغل بتاع يعني الشغل الجد جد مفروض كل يوم يعني احنا هنا في شغل في أمريكا لازم كل يوم أي شغل جد جد ده لازم كل يوم يعني لو مش يجب الناس اللي اخترعوا وكده بيقول لك مفروض كده لكن طبعا احنا دايما الناس بتحاول يكون عندها مرونة برضو لكن تذكروا انه همية الشفافية يعني في الحكاية دي برضو هو كالعادة السكرام ماستر هو اللي بيحدد الاجتماع وبتأكد انه الناس انجزت وبيقيد المخرجات ونحس حوريكم كيف هنعمله والفريق بيكون موجود كله ونهاية الستاند دي الهدف منه شنو والنتيجة بتاعته انه الناس كلها عندها وضوح على تطور انجاز الشغل بتاع السبرينت وتسهيل اي مساعدة لو في اي معوقات يعني مثلا نحنا خلاص عملنا البلانيج واجينا بعد يومين او تاني يوم هاي يقى مع الحاص شنو يلا دعاء حد قل لنا اه انا بديت خلاص في موضوع تنظيف الارض وانا هنا السكرام ماستر بتاول حيقول بدأتي اوكي انا حنقول دي اوديها in progress معناه شغالين فيها شغال دعاء بدت وشغالة فيها هاي دعاء الupdate شنو هل عندك update وكده دعاء ممكن تكون هي دخلت في الكارد وعملت update او ممكن تقول خلصت نمرة اتنين دي انتهت منا number two دي خلصت مثلا دي ممكن تقول لك check خلصت دي ولسه شغالة في التانية او تقول انا بدأت لسه ويعني يا دوبك لسه ما عندي حاجة update كتير لكن بدأت شوية اشوف المعدات النظافة حستعمل او كده اوكي تمام ماشا كويس محتاج مساعدة لا اوكي تمام next هيا يا جماعة زول الشغال بتوزيع المرتب منو المسؤول عنه طبعا بيكون في owner هنا دي ما في owner لازم نحدد منو owner بتاع الكارد دي منو يا جماعة الشغال في توزيع المرتب مثلا فلان والمي مشغولة من توزيع المرتب اوكي خلص عمدت شنو يا مي اوكي جبتهم وبدأت لكن لسه في شنو فممكن نقول ده كله ممكن نقول تحديد المبيدات المطلوبة لسه ما بدأنا اوكي حتفضل قاعدة هنا تاني يوم هنعمل تاني هنسأل update سوح نشوف الحاصل شنو لو مرة ثلاثة اربعة يوم والتاسك دي ما في زول بداها السكرم ماستر بيسألي جماعة تحديد المبيدات دي في زول حيبدأ فيها متين لأنه عايزين لازم يكون عندنا زول مسؤول منا ولو في زول مسؤول ما بدأت فيها لي ممكن يقول لك أنا شغال في دي مثلا عندي تاسك تانية وطيب هل تتوقح تخلص قبل نهاية الاسبوعين ايوة اوكي نراجع معك تاني بعد يومين لا ما اعتقد لأنه تنزف الارض ده طلع كبير اوكي جماعة في زول تاني ممكن ياخد قصة التاسك دي ياخد تاني زول بدال ولا لا وضحت الفكرة لأنه بنعمل الستاند وشك البروغرس في الحياة دي كل يوم بنعمل الكلام دي عشان بعد شوية يوم من الايام في الستاند في خلال الاسبوعين عابير ممكن تقول لنا خلصت او دعاء تقول لنا خلصت تقول دي ذات خلصتها ودي ذات خلصتها وانا انجست التنظيف الارض خلاص خلصت اوكي ننقول دن انه دي خلصت حدفنا طبعا كلنا في نهاية الاسبرينت كل حاجة تكون وصلت لدن صح ده الهدف لو ما كل حاجة وصلت لدن ممكن نسأل المشكلة بعدين لما نجي نعمل الريتروسبيكتي في الميتين تعتقين بنتشاور نشوف لكن حسا نقول للسبرينت انتهى كده ثلاثة دن واحد ما زال ما خلص اوكي خلصت الاسبوعين لما الاسبوعين خلصت بنعمل الميتين بتاع تقديم الاعمال اللي هو نقدم الحاجات اللي انجزناها لأصحاب المصلحة ونتشاور معا نتأكد انه الحاجات اوكي تمنا النظافة اوكي تمام جدا ممكن يقول لك مفروض نعمل نظافة زيادة الحاجة الفلانية مفروض شي تاني او تمام جدا ياب شوفنا صور الارض انجزت الحاجات دي كلها اوكي موافقين يعني بتاخدوا زي موافقة كده زي يعني تمام جدا ثمزب من اصحاب المصلحة والشغل ده مناسب ومتسق مع الحاجات اللي احنا الرؤية العامة اوكي فكل زول انجز حاجة بيوريها يعني مثلا دعاء حتى جيت ورين تنظيف الارض عملت شنو الزول العمل توزيع المرتب حيقول عملت كده واستعملت كذا كمية مرتب وخلاص جاهزين معناه ارض جاهزة ايو جاهزة الزول التاني العمل الحاجة دي برضو بيقول النهاية الناس اللي بيحتروا طبعا فريق العمل واصحاب المصلحة ده اتصالك مع الزبون يا جماعة every two weeks انت الزبون ده بتتصل معه او صاحب المصلحة توريه عشان تتأكد انه في شفافية وشغلك انك ماشي في السياق الصحب لو في اي اختلافات تغييرات بتعرف بدري بدري فالنتيجة بتاعت ال sprint review ده لما نعمله بنتأكد انه اتساق الاعمال اللي احنا شغالين بها الاعمال ده متسقة مع الرؤية العامة للمشروع وبنقدر نعمل نتكيف ونغير حسب الافادة او الفيدباك من اصحاب المصلحة او قل لنا عايزين تغيروا الحاجة الفلانية اعملوا حاجة جديدة استعملوا تكنيج جديد او كده تمام كده يعني بنحاول نسمع منهم عشان نتأكل انه نكيف شغلنا والحاجة اللي بنقدم حسب الافادة بتاعتهم او كي سو حسا عملنا كم ميتين طوع انسكرام يا شباب منذكرين عملنا مع بعض كم ميتين زولي ذكرنا اول ميتين عملنا وكان شنو لما بدينا تلاتة يا جيلاني نعم زولي ذكرنا اول ميتين عملنا وكان شنو بعد ما حددنا الباكلاد عشان نشوف نحن حننجز شنو في الاسبوعين الجايين الميتين كان شنو اتبعوا لنا يا شباب ميتين تحديد الاولويات اللي هو التخطيط اول حاجة عملنا الميتين تاعت التخطيط حددنا هنا الحاجات اللي حننجز صح بعد ما عملنا التخطيط والتزمنا عملنا شنو الميتين التاني اللي هو كان الستاندب او المراجعة اليومية نشوف كل زول انجز شنو كل يوم بنعمل الميتين دا بعد دا خلصة الاسبوعين جينا عملنا نعم الدورة التنفيذية نعم يا سحر بنبتدي ننجز واثناء ما بنعمل الدورة التنفيذية دين احنا شنو بنعمل المراجعة اليومية عشان نوضح لي بعض كل زول شغال في شنو لو في اي معوقات طيب الميتين الاخير بعد ما التالت لسه هم في ميتين رابع لكن الميتين التالت بعد ما خلصنا الاسبوعين بنعمل شنو شغلنا دا بنوريه للعميل في تقديم الاعمال خلصة الاسبوعين هنقدم ليم يا جماعة دي الحاجة اللي احنا انجزناها هادي لانا اسبوعين شغالين عملنا الحاجات القلانية عشان نشوف هم راضين عن الشغل العاملين و لو في اي فيدباك منهم ممكن دي حاجة برضو انتو تذكروا تعملوا انا سايبها لكم هنا كأساس لما تبدو في مشروعكم تقدروا تتذكروا الحاجات دي كلها تعملوا الميتين الاخير اللي الناس بتعملوا بالنسبة لل سكرام هو تقييم الاداء او التقييم والمراجعة زي ما انت قلت يا جيلاني اللي هو اشنو احنا خلاص انجزنا عملنا خلصنا الحاجات دي كلها خلينا نقيم اداء نكان كيف في الفترة الاسبوعين الفاتدة ميتين ده ممكن يكون ساعة او حتى ممكن يكون نص ساعة يعني ممكن نعملوا كل شهر الناس بتحب يعني الكتاب يعني لو حايزين تبشو زي ما قال الكتاب كل سبرين في نهاية السبرين بنعمل الريتروس مرات بيقولوا ممكن ده لانه ده اهم ميتين عشان احنا نعرف كيف ممكن نطور من نفس ما كفا نفضل نماشين على نفس الوطير اهم حاجة في الاجال انك انت طوال بتشوف تنظر للوراء انا انا عملتك كيف الحاجات اللي عملتها كويسة شنو والحاجات ممكن احملها احسن كيف ممكن احسن للمرة تحسين الاداء ده اهم حاجة ليه لانه غيرك بفوتك يعني جوجل وامازون وفيسبوك وشركات ده كلها طول الوقت بيفكروا انا ممكن كيف اكون فايتة الناس كيف ممكن احسن من طريقة شغلي كيف ممكن اكون اسرع كيف ممكن اكون كيف ممكن الحاجة الاجدية تكون في الصميم هاي الكنسيومر او عايز فالتقييم والمراجعة ده مهمة شديد فبنعمل شنو في التقييم ده بنقول طيب خلينا نعاين للسبرين بتاعنا ده دي الحاجات اللي انجزنا وده الحاجة اللي لسه ما انجزنا ممكن نعمل تقييم في الاول مثلا نتكلم نحنا كيف كانت الاسبوعين الفاتت يا جماعة اتخيلوا ان احنا كنا اشتغلنا يا جماعة وكنا في مشروع وعملنا الحاجات دي ممكن زول يعلق لينا مثلا اسبوعين الفاتت دي كانت كيف ايه الحاجات الكويسة الحصلت مشت كويس بالنسبة لنا يلا يا جماعة تفاعلوا قربنا انا اخلاص ايه الحاجات الكويسة تخيلوا انكم فعلا كنتوا جوجوا من الفريق دي واحنا انجزنا الحاجات دي ايه الحاجات كويسة الحصلت لنا في الاسبوعين الفاتت خلتنا نكون ناجحين وانجزنا تلاقح الافكار نعم سمعنا من بعض يعني واخدنا افكار من بعض تمام جدا دي كانت حاجة كويسة وسعادتنا عملنا عاصف في ذهني مع بعض حاجة فادتنا كتير حلو تاني شنة عازجة تفتكري ممكن يكون حاجة فادتنا حصل روح تعاون معرفة المعوقات سحر كويس جدا الستانداب فادنا شديد انه نقدر نعرف المعوقات وممكن كمان نحل جايلاني قال انه الناس شاركت بآراء والآراء تقدمت سعادتنا ننظم نفسنا اكتر بخيد قال قديرنا نوزع المهام بطريقة مناسبة انه ما كل يزال عليه والشغل وزعناه بطريقة مناسبة حلو حلو فده الناس بتجي تتكلم تشوف الحاجة الحصلت كويسة ليه عشان الحاجة الحصلت كويس وفادتنا نقدر نبني عليها ونستمر نعمل زيها تاني ما نبطلع انا اشوف الكويس شنو طيب الحاجات اللي ممكن تكون عوقتنا او جرتنا لورا تفتكروا شنو يلا ممكن نكون صحي انجزنا لكن ممكن بتحبنا عشان ننجز او حصلت ناس اضطروا يشتغلوا الويكند كله او اي حاجة تفتكروا شنو ممكن يكون تعبنا اسراء عدم الالتزام سمو الانانية يعني عدم شيرين المعلومات حلو ما عملنا شيرين للمعلومات مع بعض ما التزمنا بعض الناس ما التزمت حلو اوكي ممكن كمان نقول في تاسكة ما قدرنا نخلصها التاسكة دي ممكن نتكلم نقول ليه ما قدرنا نخلصها يا جماعة المشكلة كانت شنو الحكاية ما يعني اتاك على الزول اللي هو مسؤول من التاسك هي اكتر انه كيف المرة الجاية نقدر نتأكد انه لما ناخد تاسك نقدر نتخمي طيب كان في مشكلة نعم كان في مشكلة ممكن الزول يقول لك والله نحنا كان ويهتنا مشكلة في تحديد المبيدات المطلوبة لانه نحنا كفريق ذاته ما عندنا معلومات كفاية عن نوع المحصول اللي بنزرح فيه ده والمبيدات المفروضة يعني محتاجين اكتر عشان نقدر نعرف المبيدات المطلوبة ونأكد اوكي نقص المعلومات عن المبيدات يا جيلاني عشان كده ما قدرنا نحدد المبيدات المطلوبة فممكن نقول اوكي اذا ده سبب رجعنا او يعني اخرنا شوية ممكن نعمل شنون مرة الجاية عشان الحكاية دي ما تحصل نقوم نقول ممكن نلتزم تفتكروا ممكن نعمل شنون عشان نحل مشكلة نقص المعلومات عن المبيدات ممكن نقول ممكن نعمل قبل ما نلتزم بمهمة تحديد المبيدات ممكن يكون عندنا مهمة تانية تكون اكتر انه يكون بحث عن انواع المبيدات يعني نعمل مهمة جديدة نقول بحث انواع المبيدات ونتأكد انه نعمل قبل ما نحدد المبيدات المطلوبة مثلا ممكن نقول كده market research بالزبط كده بخيت برضو قال حاجة مهمة شديد مشكلة تقدير الزمن الكافي لبعض المهام يعني ممكن المهام ليفتكر انه ايه بنخلصها في سبوعين لكن دي حاجة بتاخد كتير اللي بفيدنا شنو في الحكاية دي يا بخيت انه لما يكون عندنا تاسك نعمل تتذكروا التشكلست اللي عملنا قبل يعني المطلوب شنو بالزبط عشان نحدد الموبيهدات ممكن في الاول يكون في البحث في الاول صح لازم يكون في بحث الحروف طبعا بالانجليزي ما عليش يعني عزروني كيبورد انجليزي وبطبع بخمن لكن ممكن اقول مفروض البحث يكون نمرة واحد لازم يعمل بحث نمرة اتنين ممكن نقول برضو استشارة استشارة للناس اللي عملوا مشاريع تانية زي الحاجات دي عشان نشوف الموبيهدات اللي بتنفع مع المناخ بتاعنا هو زعت وشنو يعني فممكن نحدد التشكلست بحيث انه التاسك تبقى لنا يعني نقدر نفهمه ونقدر نقول احنا ممكن نعمل البحث ياخذ اسبوعين لكن الاستشارات وكده ممكن نعملها في الاسبوعين الجاي لانه ريح تاخد وقت مثلا او ممكن نقول نعمل الاثنين لكن في النهاية الفاينل تحديد نوعه الموبيهد ممكن يكون ده الاسبوع الاسبوعين الجايين فانتو ممكن لما نتقسموا التشكلست زاتة بتاعة التاسك الوحدة بتقدروا تقولوا لو دي حتنقدر نخلصها او لو ما حنقدر ممكن تقولوا حنخلص واحد واثنين بس ونمرة ثلاثة دي نعملها كارد براه فاندوس كده ونقول convert to card دي نعملها كارد براه ما تكون داخل تحديد الموبيهد تكون كارد براها separate انو نقدر نعملها في وقت آخر هاي ونجيب نخليها هنا انو نعملها المرة الجاي فيري نافي شباب وضحت افنان قالت ممكن يكون الحاجة اللي عطلتنا مشكلة في دخ الموية ايو دي حاجات بقى خارج نطاق الفريق لكن ممكن نشوف ممكن نحلها كيف ممكن نقدر نشوف لو في اساليب تاني عشان نقدر نجيب الموية and so on المهم الهدف من الريتروسبكتف انو نشوف احنا فريق اشتغلنا مع بعض كيف كنوعية طريقة تكاتفنا وعملنا والتزامنا والحاجات دي كلها وكمان الحاجات الفنية والتقنية اللي علاقة بالمشروع ذاتة اللي سبتتنا واخرتنا كيف ممكن نتجاوزها ونطلع من هنا اهم حاجة يكون عندنا action items يعني مش بس والله نتكلم عن الحاجات ونمش في لا 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 الريتروسبكتف لازم يكون فيه في النهاية action items يعني حنحل الحاجات دي كيف بس قبل قلنا كان فيه مشكلة التزام لازم يكون في action items انو الناس لازم تحضر الstand up ولو فيه مشكلة لازم مثلا تعمل تعمل ترسل الupdate بتاعها لو فيه مشكلة كانت فيه ضخة الموية طيب ممكن نعمل نعمل action item انو نتصل بمثلا الجهة اللي ممكن تساعدنا نستعمل طريقة مختلفة انو نجيب الموية للارض and so on لكن الريتروسبكتف هو هدفه تحسين الاداء بتاعنا طول الوقت مكي؟ طيب برضو هنا فيه exercise عشان انتو تتذكروا تعملوا دايما الريتروسبكتف في نهاية كل sprint بتاعكم وصلنا لنهاية وقتنا انا خدتا وقت كتير حسنا تقريبا ساعتين ونص لكن عايز اديكم بس افكار نهائية ولو فيزول عايز اسئلة انا مستعدة اقعد زيادة لكن خلينا اديكم ايه هي مفاتيح النجاح دايما يعني باختصار القرام وكتير القلناو ده مفاتيح النجاح في اي مشروع او منتج او حاجة انتو جمعتو عشان تعملوها كفريق اول حاجة لازم يكون في اتساق واتفاق واتساق بتاع الاعمال بتاعتنا مع الاستراتيجية والاهداف المرجوة يعني احنا عايزين نصل لشنا في النهاية استراتيجي بتاعتنا والاهداف العايزين نصل لها لازم كلنا نكون فاهمنا وكلنا يعني يعني واضح علينا شديد اوكي انابل هاي performing teams التيم لازم الفريق نكون الفريق والفريق يكون كلهم هدفهم واحد زي ما قلنا عندهم healthy team culture يعني عندهم جو صحي للعمل مع بعض high visibility الشغل يكون واضح يعني نستعمل التول زي الترلو زي البورد أو حتى بورد فيزيكا لو ما عندنا الترلو بورد عادية في المكتب المهم يكون فيه شفافية واضحة للteam كله عارف دي الفكرة العامة دي الهداف دي categories العامة فئات العمل ده الشغل ان احنا هنعمله التسعين يوم دي الحاجات ان احنا شغالين فيها حاليا كل شي في high visibility في meetings مع العميل دايما عشان عميل طوال عنده visibility كل two weeks بيشوف بيزول عنده مشكلة التاني بساعده او حتى مرات النفرين بيشتغلوا في نفرة عادي مع بعض يعني نجاح نجاح الناس مع بعض الروح العام وروح الحماس للفريق قبل انت قلت يا جيلاني انه الناس يعني لازم يحتفوا بالنجاحات انت قلت نعمل حفلة كل اسبوعين طبعا يعني ممكن تكون كثيرة شوية لكن انا اللي بقوله انه في الريتروسفكتب لما تقول الميتين بتاع اللي هو تقييم الاداء ده ده ميتين بيكون جميل لانه بيحتفي بالحاجات كويسة حصلت عملنا كده وعملنا كده ويا سلام ونشجع بعض وبعدين نشوف الحاجات ممكن متحسن فيها ففكرة التحسن دي ما فكرة يعني والله انت ما كويس لازم تعمل احسن لا بالعكس دي اسمها inspect and adapt الحاجة حاسة مشهورة جدا جدا انا الشركة اللي بشتغل فيها هي عبارة عن بتعمل الحاجات بتساعد الشركات كيف التيمز ينظروا للوراء ويعملوا inspect يشوفوا هما الحاجات اللي كويسة كويسين فيها والحاجات اللي عايزين يتحسنوا فيها ويعملوا اكشن ايتمز انه يحسنوا الحاجات اللي هما محتاجين تطوير فيها مهمة حاجة winning as a team يعني ما قائم على الانفرادية الاجائل قائم على الفريق وعلى نجاح الفريق مع بعض والهدف المحدد يخدم الهدف العام نعم يعني كلنا مركزين بنكون على الهدف العام انا قبل ما ادخل في الاسئلة بس عايزة تشير معكم محلات انتو ممكن تستمروا تتعلموا عن الاجائل عشان انتو تكونوا متصلين وتستمروا تسمعوا من ناس تانين بيستعملوا الاجائل عندنا في سودان ناكسجين حاجة اسمها الاجائل كوميونيتي فيسبوك دي اي زور مهتمة بالاجائل هتلاقوا فيها لايفات احنا عملنا قبل كده زمان عن الاجائل وكده هتلاقوا ناس كادبين مواضيع عن الاجائل وتجربتهم وهم حاجة في الويبسايت بتاعنا في سودان ناكسجين او مشاتوا سودان ناكسجين dot com slash learn هتلاقوا لايفات مثلا عن تطبيق الاجائل هتلاقوا ناس بيعملوا planning meeting حقيقي عملناه في live يعني شنور هتلاقوا a lot of training كلها بلاش انتو ممكن تدخلوا وتتعلموا نفسكم بالحتة دية اوكي اخر حاجة عايزة اشوف لو في اي اسئلة قبل ما ننتهي اليوم هل في اي اسئلة يا شباب افتكري انه تقديم المحاضرة زاته واز انه جاي المود لانه انتي يعني كنت بتدي كل حتة بترجع بتاخذ الاسئلة فيها ويكيب انجاج الاسئلة اي اسئلة اي اسئلة المحاضرة زاته تقدمت في طريقة بتاعت سبين تات فا اي اسئلة اي اسئلة احنا في كل محاضرة باي دي ستايم احنا بيكون عندنا تشاط طويل مليان اسئلة بنحاول نحصر وكاتيجوريز الاسئلة عشان انو تتجاوب على في نايب بس يعني ما شاء الله المحاضرة وز بري انجاج وزيادة اضافة كثيرة جدا انو اي واحد فينا موجود في اي حتة يقدر يضيف مهما كان هو بعيد احنا كلنا عندنا يعني التزام للسودان واتمنى الحاجة اللي قدمت عليكم تكون مفيدة وانو زي ما قلت لكم تتابعوا في الفيسبوك في الويبسايت في زي ما قلت لكم في حاجات كثيرة ومحاضرات زيادة حتى تاخدوا سيرتيفيكت في الاجيل مننا من سودان نكس جين فاخر سؤال حيجاوب عليك يا جيلاني منو البحدد ان نشتغل بعقلية الاجيل هل اصحاب المصلحة ام التيم التيم هو البحدد وطبعا انت لازم تستح اصحاب معاك المدرة وكده وبعدين اصحاب المصلحة انت ممكن توريهم الفايدة بتاعة الاجيل لما تبتدي انت ما ضرورت تقول لهم والله هنشتغل بالاجيل انت ممكن بالبيان بالعمل يعني تقول لهم احنا هنشتغل وبعد توبيكس هنوريكم لما يبددوا يشوفوا ان هم عندهم اتصال وشايفينكم بتعمل شنو عندكم وعندهم شفافية حينبستوا من الطريقة دي وحيكون اكتر التجاوب معاكم اخي في سؤال التكاليف هل افضل تحدد من الاول لمعرفة اجمالي الميزانية المشروع او افضل في كل مرحلة منفصلة طبعا اي مشروع بيكون فيه هاي لفل تكاليف لو هو مشروع يعني حيبتدي وحينتهي دي بتكون عندها تكاليف هاي لفل انت بتحدده لكن ممكن تختلف بيزد ان تطورات المرحلة يعني بالذات انت لو اطررت تعمل تغييرات وكده ممكن تحصل يعني تغيير في التكاليف لكن للمشروع بتاع مثلا المذكر بتاع الحفاظات وكده مثلا او مشروع المشروب او مشروع تحسين الخدمات دي حاجة مستمرة دي ما حاجة بس هننتج مثلا الحاجة وخلاص احنا هنستمر هنستمر نطور فيه هنستمر فبتحدد للمرحلة الاولى الميزانية بتاعتك وكل ما تستمر بتكون انت يعني بتغير بتزود في الميزانية بتاعتك مثلا للسنة الجاية عايزين نعمل تطويرات للمنتج تقوم تعمل ميزانية تانية للسنة الجاية وكذلك يعني حتى الميزانية بتاعتك بتكون اجايل بتبدأ بحاجة وتمشي على حسب التغيرات بتاعت المشروع بتاعتك طيب يا شباب اي لو في اي حاجة تانية انا مستعد اجاوب ليكم لكن شكرا شكرا ليكم جدا واتمنى انكم تستفيدوا وتسوق العمل دي تمشوا يعني تدخلوه وعندكم يعني مسلحين بطرق مودرن ويديدة وعالمية في طريقة شغل الاتيام وطريقة ادارة المشاريع شكرا يا شباب شكرا ليكم شكرا ليك يا استاذ مي شكرا للشباب الشباب انه بسوطة منكم شديد الليلة يعني الانتر اكشن بتاعكم كان ممتاز فامسو هابي او تانكس تو استاذ مي لانه خلقت النوع ده من الانتر اكشن في المحاضرات وقدتنا شكل ثاني تماما للبرنامج احنا شكرا في الدورة الجاية في السبينت الجاية طوال البرنامج حنستمد الطريقة دي شكرا لكم الناس بصراحة كانوا متفعلين وزراف وحتى توانسنا قبل ما نبتدي يعني حتى البداية كانت زريفة فالناس كانوا كلهم ما شاء الله يعني متجاوبين وشكرا لكم يا شباب ولو عايزين اي حاجة زي ما قلت لكم شاركونا في الفيس بوك جروب بتاعة الاجيل لشتكونوا جزو من بجتمع الاجيل السوداني شكرا لكم باي الماتيريال بتاعة استاذة مي حنشارك في الجروب بتاعكم ولو في اي اسئلة زي ما هي تفضلت انها تستعد الجايب عنها وما تنسوا تشاركونا التقييم بتاعكم للورشة شكرا شكرا ليه شباب شكرا مع السلامة